اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم واهلا وسهلا بعم ماهر الجامد في حلقة جديدة من حصاد الشهر اللي فات والافلام والمسلسلات والاحباس السينمائية والتلفزيونية اللي شفناها في الشهر اللي فات عام ماهر ازاي كرايس اهلا اهلا كيف حارك محمود الشهر اللي فات يبان للكل والجميع انه كان هادي هو فعلا كان هادي بس هادي عادة يناير يعني كل السنة بس برضو الاجندة حلوة اليوم الاجندة حلوة لا 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 بالنسبة اليناير انا متفاجئ يعني لغاية قبل ما نقعد ونبتدي نفكر مع بعض احنا شفنا ايه الشهر ده انا كنت حاسس ان الليستة بتاعتنا الليستة رفيعة ويا رب بقى نلاقي زوايا كافية نتكلم منها وبتاع بس احنا قبل ما نبتدي نصور انت بتقولي اللي انت شفته وانا بقولك اللي انا شفته وبنعمل لستة بسم الله ما شاء الله شوبينج لستة في كرفور محترمة جدا يعني مش ناقصها حاجة وفيها مواضيع حلوة فيها حاجات بتحمل ترشيحات للناس كمان فا اعتقد حتبقى حلقة دا سمع وانا من المواضيع اللي ابغى اسويها معاك ضروري اللي هو الاوسكار لانا شفت حلاجتك وابغى نناقش الموضوع شوية لانه فعلا فعلا انا نفس ردة فعلك بكتير اشياء يعني انت وانت بتتكلم انت كنت بتمثلني بنسبة كبيرة جدا في ردات الفعل خصوصا على بعض الاسماء فخلينا كمان ناخدها اليوم دا جينا لها وقت كده طب يلا نبتدي بالاوسكار على طول هي بكل تأكيد الخبر الاهم اتعلن اتفق على كده يلا جوه ايه انتبعاتك عن الاوسكار انت اولا لسه لسه بتتبع الاوسكار بنفس درجة الاهتمام بتاعت السنين اللي فاتت ابدا وعملت حاجة في تويتر واحد بس اللي فطل للموضوع وكلمني عليها واحد من اصدقائي يعني فبيقول لي يعني انت سايب الاوسكار وقاعدت تتكلم على جوائز الانمي حق كرنش رول اللي هي اصلا ما هي جائزة عالمية يعني it's a company هاده لأي الدرجة انا فعلا الاوسكار ما صار حاجة كبيرة بالنسبة لي وفعلا كنت بتحمس الكرنش رول وكنت معايرة الوقت كان تقريبا الساعة 8 متى وقت السعودية نتاج تطلع وكنت متحمس اشوف كل كاتجوري وتصويت الناس فكان في اكتر من حاجة في الانمي فعلا كنت ابغى اشوفها بس الاوسكار يعني ما زلت عندي عندي فضول اشوف احنا رايحين لفين احنا ايش اللي بنعمل نوعا ما ونفس كلامك اللي انت قلته قلت جملة عدتها مرتين انت في فيديو تبعك اللي تحوز اول شي كسلان الترشيحات كسلانة تمام ادي معلم معايا مرة الكلمة والشي الثاني تحسهم في اشياء ما شفوها لانه مستحيل مستحيل اذا شافوا هذه الافلام يعني لست الكسلانة دي تطلع حسهم اخدوا فعلا زي انت ما قلت كمان من قائمة كده جاهزة خلاص احنا عارفين مين ده اوو نيكول كيدمن طبعا يعني كيف من رشع نيكول كيدمن هي ما يهمني ما يهمني من معاها هي نيكول كيدمن تترشع كده على طول فصراحة كان شي محبط من هذه الناحية بس من الناحية الثانية في اسماء احس انه كويس انها طلعت فخليني اخدها لحين نخدها واحدة واحدة لو او على قل اهم الفئات او الفئات الخمسة الكبيرة ممكن نركز عليها نبدأ بافضل فرح عشرة افلام يعني يتهيقلي كل ما يمكن ترشيحه وترشيحه دي لو انا فاكر صحة اول مرة العشرة يترشحه لان هما كان عندهم الفورميلة اللي بيعملوا بيها الافلام اللي بتترشح احنا عارفين انه هو ماكسما مع عشرة بس في الاغلب كانوا ديما بيبقوا تمانية ويتهيقلي مرة فلتت منهم وبقوا تسعة دي اول مرة نشوف عشر ترشحات لو انا فاكر صحة انا ملخبط كمان في الموضوع صراحة وانت بتقول في الحلقة كان على بالي نروح دابل تشيك الموضوع وما شيكت بس انا فاكر رقم تمانية كويس فاكر نفيه كنا اقل من كده وفاكر نما نوصلنا تمانية اظن 2016-2015 كانت اول مرة ناخد قائمة كبيرة بس من يفاكر احنا وصلنا عشرة ولا لا صراحة لأ بس برضو على قولك القائمة كانت كبيرة وفيها كل الاسماء اللي بالنسبة لي شايف ما في فيلم ما كان جوا ما عادة فيلم واحد ما عادة فيلم واحد ما عادة فيلم واحد The Last Duel The Last Duel يعني مو كفاية البوكس اوفيس يعني مو كفاية البوكس اوفيس بس يعني هو هو وصولا طالما وصلنا لأيمة أفضل أفلام بعد ما عدنا على الترشحات كلها فزي ما زي ما اللي انطباع جالك والانطباع جالي هو في فيلمين تلاتة كده من الواضح ان فيه ياما في منهم موقف ياما فيه أزمة تقنية خلتهم ما شافوهمش او حاجة بالطريقة دي ان The Last Duel يتم تجاوزه بالكامل وThe French Dispatch يتم تجاوزه بالكامل كنت متأكد ان احنا مدام وصلنا لأفضل فيلم يبقى كل بتأكيد مش هيكونوا موجودين صح مليون فيلمية بس لو استثنت اللي اتنين دول هتلاقي ان كل الأفلام التانية ترشح وفي أفلام انا ترى بيدوي يعني الى الآن ما شفت The West Side Story حاولت اجيبه من اي حتة يعني ماني قادر الاقي انا ما شفتوش وحتى هذه اللحظة برضو ما عندي شيء تمام ان انا ما شوف حقا بعد كل الترشيحات اللي حصل عليها وللأمانة للأمانة يعني The West Side Story ما قدر افتي بس بالكسل اللي شافه بالترشيحات اظن The West Side Story ترشح للنسبل بيرغ ورا احس كده ترمت عليه الجوائز بيرغ ورا الاسم حطي اوه وكلاسيك كمان اوه ارمي عليه كل الجوائز المعلم لانه ما عمل صجة نحن كلنا متابعين متابعين للتايم لانا الاجنبي متابعين للمراجعات الاجنبية متابعين للمقالات النقدية متابعين لكل حاجة بتصير في الساحة West Side Story ما عمل صجة للدرجة الترشيحات هذه كلها اللي بتصير مرة ثانية ما شوف الفيلم للأبد لما تجيب فيلم لرواية او لحدوتها او لعمل اخر مترسخ وحلو وليه فان بيز عريضة وما هواش حاجة الناس بتفتكيرها يعني نايتمير قالي ودينا حنتكلم عنه النهاردة انا لغاية لما طلعت منه ما كنتش عارف انه هو مأخوز عن رواية قديمة بلوة انه تعمل فيلم قبل كده لو هي دي الافلام اللي انت عاوز تعدها يبقى صح ما عنديش مشكلة الفيلم اللي ما خدش الاهتمام الكافي اللي سقط من الذاكرة لكن ده حتى الان مترسق في زهن اللي شافوه والسايد ستوري الاصلي انا انا فاكره فاكره فاكر كل احداثه في اغاني منه موجودة عندي على الموبايل بتاعي بشغالها طول طول الوقت فا ايه اللي خليني احب اتفرج على على والسايد ستوري جديد ايه اللي خليني احب اتفرج من سنة ولا من سنتين على لتل ومن جديد ليه ليه نرجع تاني لافلام الناس كلها عارفها انا عارف الحدوط وعارف كل حاجة فيها وفكرة انك تعالق صح ولا غلط دو طالما انت صنع افلام كبير زي سبيلبرج ولا زي اي حد تاني ضروري حيطلع حلوه ضروري انا ما شكتش اللحظة انه والسايد ستوري يطلع حلوه بس ايه لازمته عمدي هذا السؤال مش عارف اتخطر انا 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 الين جريب ووضعنا اتكلمنا في ما شاء الله حلقات الحصاد وصلت تسعة الان فالان انا شهور بنتكلم في واحدة من النقاشات قبل كده انا وانت تكلمنا على الرميك وتكلمنا قديش انو الشي ده بضروا يعني امو بضر على الاقل يعني زودوها حبه اه سأل عندي مدخل بسيطة بحمودة باخد رأيك في دا الموضوع اه لاحظتوا انا بتفرج على الفيلم حق ديث اون دا نايل اه اللي هو حق اغاثا كريستي اغاثا كريستي روايية حكا اللي ما لهم في الكتب قريولها يعني روايات انو بسيطة وخفيفة على القلب واي انسان دام دار حاجيني اسئلة بغا اقرأ كتابش اقرأ اغاثا كريستي سهل وخفيف وممتع وخليه تقلب الصفحات عموما اغاثا كريستي من ايوم ما طلعت الى الان بدايات السينما وهما حلبوا قصصها حلب من افلام ومسلسلات وخلال ومسلسلات وياه كله اه اللي انتبهت لي وانا بتفرج ديث اون دا نايل انو في بعض القصص اذا ما تم اعادته هتتنسي خصوصا مع اختلاف الاجيال الكبير يدخلين عليه احنا الينا التسعينات الاجيال كلها بتتفرج نفس الشي يعني بتكبر بتلاقي ابوك بتتفرج حاجة قديمة بتتفرج انت معاه عليها يعني انا ابويا فرجني الابيض واسود اه من المصري اتفرجت معاه افلام هندي ابويا شفت معاه الحاجات دي كلها الجنريشن الجديد فيه جاب عظيمة صايرة صار الكبار في السنية يعني دوبك بلاحقوا على الجديد وما بيرجعوا يشوفوا القديم بالطريقة اللي كنا احنا نشوفها مع ابا هاتنا زمان والجيل الجديد مثلا متقبل للصورة او السينماتوغرفي القديمة او اي حاجة ما هي بالديجيتال الحديث من نوعية الكاميرا والتصوير والالوان واللضاءة وكل الحاجات دي فلو ما صار فيه على قول اللي هو حكم مسبق كده ايش يستاهل ايش ما يستاهل فيه قصص حتنسى فهنا هذا المدخل الوحيد اللي عندي بس ما اعرف اذا كان هذا كلام يشمل الفيلم حاجة سبيلبرج ولأ بس هذا المنظور اللي صرت انظر لي للريميك بس ما تعمل لي ريميك زي مثلا دي حين سامعين هيعملوا باركس اف دي كاريبيا ريميك يعني ده دوب مخلص من عشرة سنين ما لي حاجة حد ينساه اصلا بس حاجة من الستينات حاجة من السبعينات ما اظن انها هي عموما اصلا الحاجات ديت عندهم شغالة طول الوقت يا مهر دي ما بتسكتش يعني والسايد ستوري ديت ولو اني مش متابع ومش عارف انا اتصور ان ما بتعديش سنتين تلاتة غير ما بيكون لها معالجة في برودوي وده بقى مفهوم فعلا ان احنا نرجع تاني نجيب حاجة من الادب القديم او من الاعمال القديمة ونترح لها رؤية جديدة براقسين جديد جدد بكوريوجرافرز جدد بتوزيع موسيقي جديد وتبقى صهرة زي الصهرات المسرحية اللي موجودة عندهم والكلام ده كله لكن انا مش عارف وبرضو انا مش قادر احكم بشكل عام انا بحكم على نفسي فقط او على منظوري فقط ان فيلم زي بيعاد الوقتي بحدز زي ستيفن سبيلبرج وينال الترشيحات ديت ويحجز اماكن في اعمال اخرى بمعالجات احدث او اجرأ او جديدة تماما وانعرف ان ده بقى قليل جدا ما تاخدش مكانها علشان ستيفن سبيلبرج ما يزعلشك من نتفلكس واخده تشرحات كتير تتعرف ما دخلش انه غير خلال حلوة حلوة انا انا شفتها كده انا شفتها كده بصراحة حلوة انا انت مهتلة كده بس حلوة بس صراحة انا انا صراحة بغض النظر عن كل اراء انا في نتفلكس لانو نتفلكس جايب الجهتين جايب الايجابي جدا وجايب السلبي جدا من الايجابي جدا هادي رابع سنة على التوالي نتفلكس بتقدم اعمال اسكارية جميلة جدا يعني يعني نيو كلاسيكس على قولهم يعني على طول ما تحتاج لها وقت طويل انها تصير وانا مرة مبسوط للترشيحات اللي اخدها انا صراحة بكل امانة وحنجي لها الموضوع ده بعد شوية في كمية افلام للأسف هي نزلة 2021 نحن ما شفناها في 21 ما شفناها لبداية 2022 في يناير الافلام دي لو شفتها كان القائمة حقتي كلها توقع انت كمان كانت اختلفت بس بغض النظر عن دي الافلام بعد بنزلت القائمة شفتوا مرة ثانية وقعدت اقول الفيلم ده يستاهل يكون تحت يستاهل يكون الثانية الثالث كده ما يخرج من دي الحاجات فيلم استاهل كل الترشيحات صراحة والضفة الصغيرة على نقطة اللي انت بتقولها في حتة ما تستحقوا نتفلكس لان احنا اسهل ناس في الدنيا بنجري ان ننتقد نتفلكس ونحملها الاحمال اللي هي تستحق انها تحملها بالمحمل السلبي هي مش بس بتعمل افلام بتخترق موسم الجواز وبتحقق نجاحات كبيرة هي بتعمل افلام من غيرها في الاغلال ما كانتش هتتعمل خالص صح او مكناش هنشوفها خالص وده شيء يحترم جدا صح بس انت ازاي انا انا بالنسبة لي في الترشيحات الصدمة اللي جات لي وهي مش صدمة صدمتني زعلتني هي صدمة صدمتني فجأتني بتاعت استبعاد لدي جاجة من الترشيح انا اتصور ان انت في صدمة زعلتك وهي استبعدني في ينوف من الاخراج اه وشفت تعليق من احد الاصدقاء على على تويتر هو احد الناقض ناقض فني يعني هو من الناس اللي يعني ناقض فني يعني كده فبيقول انه الفيلم ما يستاهل الترشيح على الاخراج اه اي اخراج يعتمد على المؤثرات هذا مو اخراج والله ما اقصد ان انا اردع عليه كده في ده المكان بس يعني اثارت اثارت حفيظتي وقلت لما لقابل محمودة باسأله وبعدين انا ارد هل الكلام ده صحيح هل انه الاخراج الذي مبني على مؤثرات زي ما شفنا على دون ما يستاهل انه يكون اترشح لأفضل افضل اخراج والله مش عارفة تخلها منين هو اولا دي جملة من الجمل الجميلة اللي كنا بنسمعها سنة واحد وتسعين واثنين وتسعين وتلاتة وتسعين مع بداية ظهور اي افلام في الدنيا فيها من اي نوع والكلام بتاع ده هو ده شغل مش مخرج ده شغل مهندس كمبيوتر كنا بنسمع الكلمة دي كتير قوي عندنا يقولك ده مش شغل مخرج ده شغل مهندس كمبيوتر وماشي يعني بعد كده المفترض ان احنا قرينا وتفرجنا وتعلمنا وعرفنا ايه اللي يصح يتقال و ايه اللي ما يصحش يتقال والاضافة ترشح في السينما توجري five ما شفتش انا هو مترشح في ال production design ما شفتش انا هو مترشح في الازياء كل الكاتجريز تقريبا ما عادة الكاتجري بتاع الراجل اللي جابت الناس دي كلها مع بعضها وقال لهم تعالوا اشتغلوا مهزلة بكل تأكيد وانا يا محمود انا قارئ للروايات وحب الروايات الخيال العلمي جدا يعني اليوم خلصت من الرواية مرة حلوة لنفس الكاتب اللي كتب The Martian المريخي عنده رواية هتتحول لفيلم من بطولة رايان جوزلينج ممكن نتكلم عنها بعدين صعب تاخد الخيال اللي في الرواية وتعطينيها في فيلم صعب جدا الروايات بتشطح بتبني عوالم جديدة بتبني اشياء كثيرة فصعب تاخد نفس الخيال ده وتعمله بالشيء الضخم اللي شفناه في دون كان ممكن تلاقي حاجة اصغر بكثير وتقول خلاص يعني هذي الامكانيات لا يعني المخرج اخد انا بالنسبالي اهو دحين السقف بالنسبالي فيلم دون صار السقف في كيفية تحويل خيال في رواية الى فيلم صار السقف في كيفية تحويل خيال علمي من فضائية من أشياء فضائية من سفن مدري ايه خلاص هو السقف عندي صار فبعد ذا كله وبعد رؤيته الفنية في هذا كله وبعد تجميع الاشياء زي انت ما قلت نجي نقول انه مؤثرات بصرية كأنه هي ضغطة زر المؤثرات البصرية ديه صارت كأنه ما في واحد مرة عليه ألف شكل ومرة عليه ألف ديزاين ومرة عليه وكان عنده رؤية هو الناس اللي طبجتها مش يتعلف راسه ما جاله قالب جاهز وهو اللي اختاره فلا طبعا زعلت على دوله والتاريخ اللي دعم قبل كده انه قد ايه الرواية دي بالتحديد الكل اجمع على صعوبتها بالضبط والمحاولات اللي تحولت فيها قبل كده وما نجحتش ده لغاية قبل ما دوني في ينوفيا تبنى هذا المشروع لغاية آخر اللحظة هم مش عارفين هو ده فيلم ولا سلسية ولا مسلسل ولا مسلسل قصير لغاية لما الرجل ده وتقدم رؤية أو تبنى المشروع أو قرر ان هو يتصدر لهذا المشروع كانت عبارة عن عاجينة كده ما حدش عارف يعمل بيها ايه شوف وعشان القصة ما اكتملت وعشان احنا عارفين ده جزء اول ما زعلت انه مثلا ما ترشح كافضل سيناريو مثلا ولا ما ما زعلت على التمثيل مثلا معنى هو ترشح اترشح احسن سيناريو مختلف لو نتكرتها سوري على التمثيل ما زعلت مثلا انه معنى انه فيه اوسكار ايزيك تمثيله كان مرة جميل في الفيلم كان ممكن ياخد سابورتف بس قلت اوكي يعني ممكن نعديها بس اخراج اخراج لا يعني هذه هنا اللي شطها مهزلت خصوصا مع ترشح كل الكاتجرز التانية وبالنسبة لقاقا انا فرحت انا فرحت شرير انت لا والله عارف ليه لانه انا متابع كم حساب اجنبي في تويتر مجلات اندي واير ومدري ايه وفوربس وهذا قعدوا فترة تحس كده فيه كامبين نفخ كامبين نفخ في قاقا وحنا عارفين انه موسم الاوسكار كله عبارة عن حملات تحسين للصورة حقة الفيلم ولا حقة المخرج ولا الكاتب وبالذات المثلين يعني عشان يضمنوا الترشيح لانه اللي حيرشحهم في الاخير بيقرأ اخبار زينا فلما يتنفخ كل يوم في اخبار ورا بعض حيروحوا يرشح فبيتكلموا كلام يعني قعدت اسأل نفسي لا انا شوف فيلم تاني وهي بتصرح تصريحات مع ليه اخت ليدي هدي هدي اللعب شوية قال انا قعدت شهور بعد ما خلصت الفيلم ماني قادر اخرج من الشخصية لأ وحياتك يعني انا ما شوفت الاداء اللي برا للدرجة دي مثلا فصراحة صراحة صراحة انا انبسطت انه انه ما ترشحت بغض النظر عن الاسماء الاخرى اللي ترشحت اه وانا شوف انه فئة فئة النساء مثلا اه حقة افضل ممثلة ما كانت اقوى الفئات السنة هذي مثلا يعني ما لجيت انه فيه منافسة كبيرة انا مش انا مشوفتش اغلبهم انا بصراحة الوحيدة اللي شفتها منهم كانت نيكول كيدمند اه في بيينج دا ريكاردوز اه غير كده لا انا واقع مني حاجة كتير استنى كده نجيب اللي استنى نعديها مع بعض جيسيكا تشاستين انا مشوفتهاش اوليفيا كولمن مشوفتهاش بنلوبي كروز مشوفتهاش وكريستين ستيورت مشوفتهاش شوف انا اللي شفتهم ستيورت وشوفت كولمن من فيلم The Last Daughter وشوفت كمان تشاستين حق الفيلم دا اكتبعها دا ايزوف تامي في ايو من التانين الاثنين نيكول كيدمن ومن التانين بنلوبي كروز ونيكول كيدمن بنلوبي ما شفتها ونيكول رغم انت نصحتني بالفيلم ما شفتها ما شفتها التلاتة دول من التلاتة دول اتليست اللي شفتهم بالراحة كولمن بالراحة The Last Daughter بالراحة على الاثنين التاليست على الاثنين التانية بالاسم بس مولي انه كولمن قدمت اداء عظيم على مرة وداء حلو جميل اتأثرت انا اتأثرت بس احس انه السنة دي فعلا ضعيفة في هذه الفئة تحديدا فحتى ودخلت جاقا ما كان حيفرق لانه هي السنة كلها ضعيفة فانها ما تدخل في سنة ضعيفة زي دي هذا اللي بسطنا شوية انا بصراحة انا بصراحة شايف ان هي مظلومة يعني انا شايف انها تستحق انها تتواجد في الترشحات بالمقارنة مع نيكول كيدمن فقط يعني انا بقولك نيكول كيدمن عاملة دور كويس جدا ولكن انا اتفرقت على الفيلم ولم اكن لاتجرأ انها اقول انها تخش الترشحات هي عاملة دور كويس جدا نفس الموضوع لو تفتكر لما اكلاننا على هافيار بردام وقلتلك يمكن ملفت عنها شوية لانه اداء الحركي فريد الرجل مستثمر مجهود حركي مش بسيط مش قليل نيكول كيدمن حلوة جدا بس ما عندهاش ما يلفت بالمقاييس اللي احنا متعودين عليها في عالم الاوسكر لو انت فاهم قصدي في النقطة دي فكون ان لدي جاجا ما تاخدش داي بقى من الواضح ان في حد او مش حد بس هون واضح ان الاكاديمية كلها استاقت من الكامبين هون واضح ان الكامبين زاد قوي وتقل قوي في بداية موسم الجوايز كانت بتاخد الترشيحات لانها تستحق الترشيحات فعلا ما هي ما كنتش بتاخد الموضوع مجاملة ولكن الكامبينيج ماشين بتاعتها كامبينيج مزعجة بايخ ده مو تقيل مثير للإستياء ده حقيقي يعني ده اللي خلانا كلنا حتى بعد الفيلم بنقول هي تستحق تترشح بس مش هنتضايق لو ما ترشهتش انا صراحة يعني هذا كان ردت فعلي صراحة بكل أمانة بكل أمانة خد لنا بسرعة قائمة حاجة الرجال خلنا نفتكرها مع بعض الممثلين هافير بردان بينج دريكاردوز بنيدك كومبرباتش باورف د دوغ أندرو غارفيل تيك تيك بوم ويل سميث كينغ ريتشارد ودينزل واشنطن تراجيديو في مكدا اسمعك انت أول مين شفت فيهم انا ما شفتش ويل سميث وما شفتش دينزل واشنطن انا اظن ان ترشيح دينزل واشنطن ترشيح لمجرد الترشيح معتقدش انه ممكن يروح لأبعد من كده بناء على الويفز اللي انا سمعتها حوالين الموضوع انا يتهيألي اوسكار السنة دي ما بين ويل سميث وبيندك كومبرباتش وممكن اقولك برشح مين بعد ما شوف كينغ ريتشارد طيب انا ما شفت باي دووي فيلم واحد من الخمسة كل الاربع الفلام اللي باقي شفتها ما شفت اللي هو حق دريكاردوس اللي هو خافير بردين فما قدر احكم لكن الاربع اللي ما تساميهم فعلا 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 يستهلوا الترشيح فعلا انا يمكن في واحد كان نفسي يدخل وهنا برضو اللي كان ما كان مفاجأة كبيرة بس كده شفت حرام طلع بالمولد بالحمص على قولهم الموسم هذا كامل لانه قدم ثلاثة افلام السنة هذه اللي هو ادم درايفر يعني ادم درايفر يعني حسيت على قل الفيلم اللي هو فيلم يعني دون سبورتي عند لس دول على الاقل لس دول مثلا بس نرجع مرة ثانية على الاربع الاسماء ويل سميث اتمنى اتمنى عشان بس انه يشطبها زي ما اتمنيت في يوم من الايام ديكابريو عشان يشطبها مش اكتر ولا اقل حلو تمثيله حلو تمثيله هل الافضل لويل سميث لا هل ممكن يقدم افضل مليون في المية وقد سبه قدم افضل قبل كده فهذا ويل سميث دينزل واشنطن نفس الشي بس دينزل اللي معاه يتفوق فيه على ويل سميث فنيا وحتى بالنسبة للاكاديمي انه ماخده قصة لشيكسبير وتم تقديمها بطريقة رائعة رائعة يعني يعني فعلا هذي كيف انه ناخد الافلام القصص الشيكسبيرية ونقدمها بشي يدمج بين قوة الاداء المسرحي اللي هو فيه الاداء المسرحي اللي هو يعني اللي فيه استرسال في الكلام ومطة الكلام وكل هذا مع السلماتوغرفي العظيمة جدا مع الاخراج من تسلسل الاحداث وا 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 فده بيوقف مع دينزل واشنطن هل هو بنفسه اداءه كان عظيم اداء دينزل هو فورما اداء دينزل هو فورما بس دينزل سبق وقدم اقوى تمام وقد اخذ اوسكار فبيني وبينك انا من يمره وراء دينزل واشنطن جينا على اثنين كومبرباتش ايثنك اذا راح عليه باور وراح زمان عليه اميتيشن هيصير عندنا تراجدية جديدة زي ما صار مع ويل سميث ففرصة انه يأخذها الان لانه انا في اميتيشن صراحة كان مدينا دور حلو جميل جدا والمرة هادي دحين في برضو حلو الدور عجبني بس انا قلبي وعقلي وكله مع اندرو غارفيلد مع اندرو غارفيلد انا اندرو غارفيلد 100% 100% هل اتفقعت من ترشيح فليبسي ايه سوري جيسي بليمنس عند باور دوغ لا لانه في النقاش انا وانت انا ذكرته من الاجابيات وانت قلت لي انا ما شفته فانا ما اتفاجأت انا قلت مش ملفت مش اداء بتاع قويز انا بالنسبالي الشخصية تحتم عليه انه ما يلفت النظر كتير بس اعطانا هي بثقل اعطانا انا حسيت الثقل حقه انا حسيت ثقل الشخصية في القصة ككل حبيت ال 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 الكنتراست اللي هو وكان ما باتش معطينا اياه شخصيتين عكس بعد تماما واحد اخذ الشاشة والتاني وراء بس الوزنية كانت حلوة بينهم جدا وتمثيل وانا فاكر في النقاش اللي فات قلت لك انا مرة حسيت بالتمثيل بس المفاجئة بالنسبالي كانت انه هو زوج كريستين دونست انه هي كمان مترشح معا يس انا تشعر في المعلومة دي انا ما كنت تدري كمان فحلو ان الاتنين يعني ترشحوا مع بعض غريبة اوه الحكاية دي عندهم ان الفيلم اللي يدخل الترشيح بتاع التمثيل غالبا بياخد كاتيجريس كتير والفيلم اللي بيشتبوا عليه مفيش لما يطلع منه مين بقى فهم لو طلع منه اينشتاين بيمثل مش هيعترفوا بيه لما يحصل ايه شو زي ادم درايفر في دولس دول مقابل ان الادائين المساندين من دا باور اوف دا دوغ لا اقول نفسهم مكان بس الاداء الثاني نرجع للنقطة دي بس افتكر حاجة الاداء المساند التاني انا اتفاجأت وانبسط في نفس الوقت كنت اسمت مكفي لا دا مستحق من نسبة مياه في المياه حتى ما اقدرش اقول ان جيسي بليمنز غير مستحق لا اتجرأ ان انا اقول كده بس مش ملفت مش الاداء اللي انا توقعت انه ممكن يكون ملفت لمقاييس الاكاديمية على معيارك هذا انا كنت اشوف انها منطقية يا محمود ايش الخمسة الجوائز الكبيرة نفتكرها مع بعض اللي هي افضل فيلم افضل مخرج افضل كاتب افضل مثل افضل مثلة تمام تلاتة افلام في التاريخ اللي اخذت الخمسة الجوائز دي منهم The Silas The Lambs غالبا غالبا فيه تلاتة لو دخلوا فيه خلاص يعني غالبا هياخدوا كل شيء تاني معاها اللي هي الكتابة التمثيل البطلة وتمثيل البطل و افضل فيلم هذا اللي هو شغر لو سارت مستحيل ما هيخش المخرج مستحيل مستحيل يعني مستحيل واحد كده بعقله هيرشح افضل ممثلة و هيرجح افضل ممثل و هقول الفيلم كمان حلو بس اللي اخراج لك عليه مستحيل إلا لو كان الفيلم ديوم بس لا فعلا لا با واضح انه السنة دي ما هي سنة ما هي سنة اش اسمه هو المخرج حاج هاوس و جوتشي و لاس دول اش اسمه ريدلي سكوت ما هي سنة سكوت شكلها ما هي سنة سكوت شكلها و انت لفت نظرة دلوقتي لنقطة مهمة جدا و انت هايل انت عندك حق مية في المية لما الترشيحات بتتعدد لفيلم معين في فئات كتير سواء في مرحلة الترشيحات او في مرحلة الفوز بيبقى غرام الاكاديمية مش بالاداء ولا بالسيناريو و من يتم استبعاده بيبقى فيه مشكلة شخصية ضده انك تدي لكل الناس وبعدين تيجي قصاد ده وتقول بس ده بقى مش حرشحه بيبقى فيه مشكلة شخصية و غير كمان يعني انا صراحة ما حسبتها بس كمان الاكاديمية صاروا بيفكروا مو بس فنيا لانه في عندك ناس جلسين مستنين مسكين صوت كده و مستنين ها كم واحد اسود اخد كم واحد ابيض كم عرق مختلف كم مثلي كم مدر ايه فهو المرة دي بسم الله ما شاء الله الدنيا يطلع على لمزان يعني جدا جدا فهذا اللي خلا كل العرق وكل الجنسيات ورجالة وستات و تمام هذا اللي خلا بحدش عارف يدخلهم من حتة المرة دي وهذا اللي مخليني ما اثق في الاوسكار مرة كتير يعني لانه حاسس انه ما يعني انا ماني 100% بذوقي انا قاعد حتى لو انه ما حد غصبني حتى لو ما حد قاعد حاط مسدس على راسي تمام بس مجرد اللاوعي لجوتي من كتر الكلام اللي بيطلع على الاكاديمية انه لازم وانه انت عنصريين وانتو حيلعب فيه انه مثلا انا اقول لك مثلا هاحرص على مشاهدة افلام الاعراق الاخرى اكثر من افلام البيض مثلا صحيح تمام ادي اقل حاجة دي الصورة الاقل تربصة اللي ممكن حد يفكر فيه اهي عملية جدا وبسيطة جدا فهذه مشكلتنا مع الاوسكار طب خلصنا افضل فيلم افضل مثلة السكرين بلاي الوريجنال بيل فاست كينت برانا وكينت برانا سنة حلوة قوي بسم الله ما شاء الله عليه دونت لوك أب نحن ننسيب موضوع دونت لوك أب كينج ريتشارد لكرتش بيتزا وده وورست برسن ان دورد الفيلمين الاخيرة دي ما شفناهم لا انا ولا انت توقع ماني لاجي لهم طريق انا شفت انا ما شفتش غير دونت لوك أب في الليستة دي كلها نأ جزدي اخر فيلمين احنا ما لقينا طريقة نشوفها البيتزا دا اه اه انا ما لقيتش طريقة كينج ريتشارد انا فوته بيل فاست انا برضو حتى هذه اللحظة مش لقي طريقة شوفه بي شوف انا من غير الفيلمين الاخيرة وانا مأمل بشكل كبير جدا ان يكونوا كويسين التلاتة اللي في البداية كلهم دونت لوك أب كلام فاضي كينج ريتشارد قصة بيوغروفي ناقصة بشكل كبير جدا ولا ارشحها على اوسكار اصلا هو ولي سمتري في الفيلم ودونت لوك أب يعني ما يعني ما يحتاج نتكلم شرشحناه كتير قبل كده فانا على امل انه فيلمين دي البيتزا دا و دا وورس بيرسون ان دا وولد واحد منه وميطلع كويس على الاقل لولا هتكون مهزن انا دا وورس بيرسون ان دا وولد في اي دايرة لاي مكان في الدنيا في ناس شافته بتشعر بي وباهميته وبجودته وبكل حاجة فيه النوقت بقى ان انا ممكن انا ممكن يعني انا ممكن العب نفس الكارتة اللي انت لعبته انه هو فعلا ما قطعش قدامنا في اي حتة سنة للامانة الفيلم كان قدامي وبيطارد في مهرجان الجونة وانا اللي فاقول خسارة والله الكتب خيبة شفت في ايتونز انه قريبا هيكون بري اوردر بس الى الان ما محطينه حتى تاريخ معين نرجع بالفاست لا لا معلي عشان انا نسيت بالفاست بالفاست كتابة حلو بالفاست كتابة حلو يعني بالفاست بالنسبة لتناوله للتاريخ والمداخل والمخارج حاجتها ككتابة كتابة حلو بس موضوع سياسي بحت موضوع سياسي وانا بقول عليه فيلم كويس وضد التحامل عليه ولكن لا يصل لدرجة انه هو يترشح مش برضه زيك بالظبط مش بس ما يكسبش افضل سكرين بلاي ما يترشحش الافضل يعني حتى لو فيه نقاط معينة ممكن نشهد لها بالقوة فهي بكل تأكيد مش ضمنها السيناريو انا برضه من الناس اللي انبسطت انه ما كان فيه اي ترشيح ديكابريو لو ترشح ديكابريو فعلا كان هتكون مهزلة يعني على مشهد واحد خلاص كان هيبقى خلاص كان هيبقى بنقوي ان العملية عملية سياسية بحتة انا اتصور انه هو ممكن يكون السرف كده بص اعيشوا المهزلة بتاتكم زي ما انتم عاوزين ابعدوني عنها اي لا 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 مرة يعني بزيادة بس عموما برضه عندنا هومورك فيه كم فيلم لازم نشوفه اظن تاتا افلام هيد بنسبالي اربع اربع بارالي المبر حقه بنروبي كروز وسمعت عنه اشياء حلوة برضه سمعت عليها اشياء حلوة حق بيتزا ده ودرايف مايكار درايف مايكار الياباني هادي الاربع الافلام انا مستني بس متى يعني تنزل ابغى اشوفهم وانا انت قلت حاجة حلوة كمان في الفيديو تبعك فيه مو سيطرة بس فيه دخول عنيف للافلام الاجنبي على الفئات يعني وبس ما صاروا مقتصرين على افضل فيلم اجنبي وخلاص لأ صاروا بيدخلوا معانا في فئات مختلفة واظن هذا هو حبل الانقاذ لهوليو غالبا الافلام الاجنبية بتكون بتكون شيء يستاهل بيكون شيء يستاهل هجريت جدا حلو يلا خلصنا اوسكر حلو نطوي صفحة الاوسكر ونرجع تاني للافلام تعال نخش على طول في الفيلمين الجداد اللي انت عملت لهم مراجعات وانا للأسف ما شفتش المراجعة بتاعت انشرتد وما شفتش المراجعة بتاعت اندنايل لاني كنت عيان اوه سلامت النهاردة بس اه والله كان الاسبوع صعب جدا كورونا ولا ايه يا دوبك الاسبوع اي جس انها كورونا بس ما عملتش مسحة اوكي انا اول ما حسيت ان انا عندي اعراض لأي حاجة عزلت تماما وقعدت في البيت خالص ويا دوبك النهاردة اللي بتريت هتحسن فانزلت اختبرت نفسي في السينما كده وبتاعة بس كان فوت عليك حاجات كتير الاسبوع دوت فانا شفت ديت اون بنايل بس ما كلمتش عنه وما شفتش انشارتد خلينا نتكلم في انشارتد من منظورك اوكي انشارتد انت لعبت اللعبة حلو فهو ده حانق اسمه مصصين اللي لعبوا اللعبة واللي ما لعبوا اللعبة انا اقدر اجزم انه اللي ما لعب اللعبة هيطلع من الفيلم يكون فيلم مغامرات حلو مش سيء ابدا فيلم مغامرات لطيف حق سينما حق بوبكورن تمام مش افضل حاجة في العالم ولا انه حرام التذكرة فيه مثلا لا فن ومع الناس وفيه كارزمة حلوة بين مارك ويلبرغ وبين توم هولند ودوني اخر حلاو فيه كل اشيهات بالهبل فيه اكشن رخيص فيه يعني امم بس بس اعجاب السينما برضو ماشي بالافلامة التجارية والافلامة الممتعة والفنون وصراحة استمتعت في السينما وكان فيلم فن بالنسبة للي لعبوا اللعبة وانا لعبت اللعبة بأجزاءها كلها شايف انه قبل ما نزل الفيلم اساسا يا محمود واظن انت كنت مطلع على هذا الشي في التايم لاين او في الاخبار وكذا كثير كانوا معارضين وانا منهم انه توم هولند اصلا يكون يقدمنا شخصية نيثن اه وللعلم اللعبة ترى نلعبها من 2007 يعني احنا عايشين مع نيثن 15 سنة تمام فعارفين الشخصية بأعماره المختلفة بتفكيره واللعبة فيها قصة ما هي مرة في القصة بس فيها قصة يعني مو بس شالو ابو فوز وخلاص لا فيه بتعيش مع الشخصية فما كنت شايف توم هولند يعطيني هذه الشخصية توم يعطينا إنسان في له براءة شوية للساعه كدي للساعه كده وجهه بريء وطفولي الشخصية العكس تماما محتال ونصاب ومخادع وكل حاجة في الدنيا فما كنت شايفها في الفيلم أخذوها بزاوية إنه هو قبل ما يوصل لدالشي من فين بدأ بدأ من هنا بدأ بديش شخصية اللي الساعه كتكوت يعني وبرضه مع الدخلة دي أنا من يمقتنع وبرضه من يمقتنع بس إن جنرال فيلم زي ما قلت لك لطيف وين شاف آه وحاجة تانية حاجة تانية حاجة تانية وقلتها في المراجعة ما أدري إذا عشان شفت قريب سبايدر مان وللأ بس أنا شايف بيتر باركر على الشاشة أنا من يشايف توم هولند بيقدم شخصية تانية وهذا ريد فلاك على الرغم إنه قدم فيلم قبل كده السنة اللي فاتت لو فاكره ديبل أول تايم وكان تمثيله حلو وكان تمثيله حلو بس بس في دال فيلم أبدا أنا من يشايف غير بيتر باركر في الشاشة يمكن علشان برضو إحنا لسه طالعين من التجربة والتجربة كانت تجربة طاغية جدا ومسيطرة علينا لغاية دلوقتي صح ممكن شاكل جديد مقارنة بباقي أفلام المغامرات اللي إحنا شفناها مؤخرا لأن إحنا زمان كنا ممكن نقول إن الرهان على أفلام المغامرات رهان مضمون مش محتاجين يعملوا حاجة حلوة أوي الناس بتحب الكلام دوت وتحب الجانب الأسطوري في البحث عن الكنوز وبتاعه معرفش مين لدرجة أن ناشنال تريجر كانت من الأفلام الجيدة بالنسبة لنا والمسلية بس مؤخرا ابتدوا يستسهلوا قوي في الأفلام ديت لغاية لما ابتدت وات يا عمي وسط المراجعة بحاول أفتكر الفيلم دي فكرني بإيه ناشنال تريجر ناشنال تريجر ناشنال تريجر جاعد أقول لأ مو بارسة داكريبيان لأ مو جانج الكروز لأ مو مو إنديان جونز في فيلم ماني قاد ناشنال تريجر والله ناشنال تريجر في عز نيكولاس كيش بداية الألفينات تقريبا نفس ناشنال تريجر كان فيلم حلو تعمل منه جزئين وجزئين كانوا حلوين أنا أبقى بقول لك الفيلم دا فيلم مغامرات حلو يعني فيلم سينما بوب كور يمكن يمكن أنا من زمان ما شفت ناشنال تريجر بس هو دا الوحيد اللي جاء في بالي وعطاني نفس الفيلم فأنا حتى فيلم راجع جماعة أشوفوه التوقعات منخفضة وإذا أنت بتلعب اللعبة ترى ما أداك اللعبة بس الفيلم ككريزمة كمغامرة حلوة روح اتفرجها وأنا والإستعني عن نفس الكلام يعني طيب دا انشورت يلا عليك أنت كيف كانت التجربة حلو حلو عجبني أنه هما بيحاولوا يقدموا جديد لأن زي ما أنت بتقول القصص بتاعة أجاثا كريستي يعني لو ما أردهاش وما شفتهاش في المسلسل وما شفتهاش في فيلم أن الأفلام القديمة غالباً كمين صحابك كانوا قاعدين فقعدوا تكلموا عنها وحكولك عنها وانت عرفت كل حاجة عن فقل ففكرة أن أنت تكون انفستد في اللغز فقط في أفلام أجاثا كريستي غير كافي لازم تقدم أشياء أخرى على الجوانب السينمائية وده اللي بيخليني أقول أن كينث برانا عنده سنة حلوة لأن كينث برانا هو القائم على هذا المشروع وفي المشروع ده بالتحديد على حساب The Orient Express Murder On The Orient Express ضاف عدد من الحاجات أولاً الأحمال الدرامية على الشخصيات المساندة بقت أتقل كتير المرة دي أنت حاسس بوجودهم قوي وحاسس بصراعهم قوي والتركيز على شخصية هيركيول بورو نفسها أن تبقى في مركز الأحداث مش مجرد المحقق اللي طلع يحل ويخرج المرة دي هو نفسه عامل مهم جداً وشعوره مهم وإحساسه مهم وتجربته وتاريخه مهمين جداً بالإضافة لبعض الألعاب الحلوة اللي حصلت في البناء بتاع الجريمة والحل بتاعها إن الجريمة بتاعتنا حقيقة عملية ما بتحصلش غير متأخر قوي مش زي الفيلم الأولاني وفعلاً فكرة الوصول للإجابة مهم ولكن الوصول على أو كلمة الإنهاء في الأرك بتاعت عدد من الشخصيات برضو بالنسبة لللي بيتفارك كانت مهمة جداً أرجع وأقول الفيلم إيقاعه بطيئ أنا ما حسيت للحظة فترة من الفترات أنا إنفستد في الصراع الدرامي إنفستد في المشاكل بتاعت الشخصيات وحابب أعرف ما هيوصلوا لإيه بس برضو عاوز الجريمة بتاعتنا تحصل عاوز أبتدي أشغل مخي معك عاوز أبتدي ألعب معك فوانت بتحمل قوي على الجوانب بتاعت الدراما شلت كتير من عوامل الإكسايتمنت لكن بشكل عام عجبني في تقديل الشخصية أحسن من الأول أنت كل كلامي اللي قلتو أن اتفق معك فيه يمكن بس جانب واحد ليس أختلف لكن أريد وجهة نظري أنا أرى أنه أفضل من الأول بمراحل أن الأول وليس حق الطاقم التمثيل الأول كان فيه أسماء مرعبة مدتنا نفس الأسماء على الشاشة هذا رقم واحد رقم اثنين اللغز وطريقة الحل ولحظة الانكشافية أجمل شيء يعني في أقاذة كريستي سواء كتب أو مسلسلات لحظة الانكشاف والوصول لها صح الجرني حلو ولكن اللحظة نفسها وكيف الدراماتيك تبعها وكيف الأشياء تفرق أنا وجدت في هذا الفيلم لحظة انكشاف جميلة وجيدة جداً مشكلتي الأساسية في الفيلم أنه ضيع ساعة هو الفيلم ساعتين ساعة إلى ما صارت الجريمة، صح؟ يعني ساعة كاملة لا يوجد جريمة، لا يوجد شيء كما تقول لكن الذي أريد أن أوضح اختلافي معك فيه أنه حتى الساعة الأولى درامياً العادة أنه عندما نبني هذه الأحداث في هذه النوعية من القصص من الفاعل، نتغلغل في كل شخصية موجودة وبنزرع الشك في كل الموجودين، ليس في اثنين ثلاثة بس، لا في كل الموجودين فأنا كان المفروض الساعة الأولانية أعرف كل هذه الشخصيات لقيت أنه الساعة الأولى أنا أعرف ثلاثة أربعة بس، الشخصيات الثانية مبهمة ما نعرفت إلى بعد الجريمة ما صارت، بدأنا نعرف منهم وإش إرتباطهم مع الشخصية وإش ممكن تكون دوافعة طيب يا باشا أنت كان استغلت الكلام ده في الساعة الأولى بدل ما طقيت ونقاعت للسنة فالنتيجة كانت أنه كشف العلاقة والتغلغ لحق الشخصيات جاء بشكل سريع جداً في القسم الثاني، هذا الناحية السلبية بس الناحية الإيجابية أنه بعد البطء ده الساعة الثانية ما حست فيها طارت هوا هوا، وراء بعض، وراء بعض، وراء بعض، وراء بعض، وغلقت بلحظة انكشاف حلوة فأنا خرجت من الفيلم أنا بنغمة إيجابية كده وحاسس أنه لا، حلو الفيلم، كويس بس ما قاعت بيني وبين نفسي وقاعت أشرح، الساعة الأولى راحت ولا شيء ولا شيء، ركزوا على شخصيتين ثلاثة فقط، وما ركزوا على البقية وما كان في حتى حوارات قوية يا مان، يعني ما تقول إنه كان فيه شيء يرجعن يشوف الحوارات حاجة الساعة لا 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 ما فيش، وهو حاول كتير قوي يخلق زي موجة فلسفية حوالين تعريف الحب بجوانبه البناء وجوانبه المدمرة، وتناولتها شخصيات كتيرة جداً في حوارات كتيرة جداً فيما يخصها وفيما يخص الشخصيات اللي ما مهتمين بيها، بس في الآخر حاسس إن اللي طلع كان كيان مشوها برده جداً، يعني أنت قاعت فترة ترسم في تمثال، وبعدين لما جيت أبص عليه ملقتلوش معالم برده، مفهمتش يعني الفلسفة اللي تقدمت حوالين الأثر المدمر للحب، بدايتها فين ونهايتها فين في الموال ده كله، صحيح ولكن، وأنت بتخلق جوة الشخصيات بتاعتنا، وأنا معاك في أنها مش كل الشخصيات، أنت عندك حق تماماً في النقطة دي، بس الشخصيات الرئيسية لأن احنا عندنا في الفيلم مثلث غرامي، وعندنا حواليه زي ما يكونوا معلقين عن هذا المثلث الغرامي فالدرجة الأولى في العلاقة ما بين أضلع هذا المثلث، والدرجة الثانية كمان أنا شايف إنها كويس، ولكن فعلاً في شخصيتين ثلاثة بعد كده بيخشوا معنا في الصورة زي ما يكونوا مهمين وبنديهم وقتوهم تحت الـ Spotlight زي ما بيقولوا، في النص الأول كانوا يعني، أنت ممكن تنسى اسموهم ولا تعرف دول كانوا مين أصلاً أنا مدمن على أفلام أو القصص والروايات أو عن كتب والغيرها، مدمن على الأشياء دي، لأنه هي يسموها Page Turner، لو بس تقلب صفحات وربعة يعني ما هو أدب كبير، شي بس يسليك ويمشي وقتك، في دي نوعية من الأفلام، أول شي يخليه يفوز، إنه ما يمديك تقول آه، أعطوا الشخصية دي تقول أكتر، معناته هي اللي وراها شي لا، يوزع الوزنية صح، بحيث أنه أنت تضيع، الفيلم ده فوت النقطة دي، أنا بالنسبة لي فوت النقطة هذي، بشكل كبير جداً، حاجة ثانية، كنت حطها في المراجعة، سحبتها في آخر شي، لأنه فاكر رح أتكلم معك اليوم، فقلت أتكلم معك أحسن، اسم الفيلم Death on the Nail، الأحداث بالدور في مصر، تمام، فأسوانه مصر، وهوليود تنادي بالدمج والأعراق المختلفة، والرائت ربريزنتيشن، وكيف لازم تحكس الصورة اللي بيشوف الواقع، طبعا، هذا الحلال، لماذا النفاق؟ أنت في مصر، ولا شخصية مصرية، ولا ثانوية حتى، ولا شي، ولا أحد مصري، حتى الهندي جابو، على رغم أنه تاريخ الأحداث، تصير في وقت لسه ما وصلنا لدرجة أن الهنود في بريطانيا صاروا متساويين للبيض في بريطانيا، كان لساعة وحتى ما كانت جيل أول، فأنت جايب لي هندي عكس التاريخ، وما أنت جايب لي حتى اللي شيل الشنط، واحد من أهل مصر، ولا أحد يريبريزنتي شكل الشكل المصري، فجاعد تضحك والله وسط الفيلم أنه يعني النفاق لأبع الدرجة، ولا في بالهم، إحنا صوتنا واطي وضعيف، ومش مركز خالص في الأمور دي يا ماهر، إحنا لو بنتكلم عن الحاجات دي فعلا، وبندفع عن حقوقنا فيها فعلا، وبنقف أصد أو بننضم للموجات الأخرى اللي بتدافع عن حقوق الأقليات في التمثيل الهوليودي، بالشكل اللائق كان ويممكن يعملونا حساب، لكن إحنا في الحقيقة لما بتطلع الموجات داية، ولما بتطلع الأصوات داية، بنروح نقف مع الجنب الآخر، ونقول السود عاملين ألا، الستات عاملين ألا، المعرفش بين عاملين ألا، يا سيدي ما تخش أنت كمان يمكن تاخد حاجة، لكن أنت ملكش صوت، شوف أنا عشان كده فتحت الموضوع هذا، ليه يا محمود؟ ليه؟ لأنه أنا عمره، شوف عمره، وهذا الكلام ما يتسجل الآن وحيقعد في الإنترنت، عمري، ما كنت أقيس الجانب الفني على أساس عرق وما عرق، طالما القصة جاتني حلوة ووصلتني، لا أخير، الذي يمثل مين، لا تفرق معايا، صح أحياناً حلو أن تتكلم على قصة معينة، أنك اشتغلت عليها مثل The Godfather، كل الناس في The Godfather، يا إيطاليين، يا أمريكي من أصل إيطالي، فبانا على الشاشة، فهو ركز على الجانب الفني، وبعدين جاب الاختيارات، ليس العكس، فأنا هنا، عندما ذكرت هذه النقطة، ليس لأنني قاعد لهم ومستني وأبغاهم أنهم يعطونا عرب زي ما أشوفنا، لا لا لا، أنا بس أبغى أوري للناس الذين الدافع، أنا بغى أوري للناس الذين الدافع، والناس الذين تحس بأن هوليود فعلاً همها أنها تبثل الناس، أنها أكبر نفاق ساير في هوليود، هذه حملة يسارية سياسية بحتة، ما يهمها أحد، وبرضو أنا في وسط ده برجع ألومنا إحنا، وألوم التمثيل بتاعنا، وألوم الأصوات بتاعتنا، أنها أوصاد الأفلام داية ما بتتكلمش، ما بتنطقش، وأه أنت من حقك، لأن في الآخر ده مش مجرد أنه بيرفع من شأنك أو بيدي لك حقك، ده بيرفع من شأن العمل كمان، يعني أنت لما تتكلم على عمل زي ده، لو في فعلاً شخصيات مصرية، والشخصيات المصرية تمثلها من خلال ممثلين مصريين، حتى لو كانت أدوار صغيرة أو كلام زي ده، هو ده مش بيرفع من قمة الفيلم، ده مش بيرفع من مصدقية الفيلم، ده لما الناس نادت بـ أنا خرجت شفت بغارف يعني معقولة أنتوا ما جاء في بالكم، طلع على التصوير أصلاً ما بين إسبانيا وبين المغرب، ده ما فيش حد بيصور في مصر، ما أعلم نظر، إذا كانوا بتوع مصر مش عايزين نصور في مصر، غريبة والله، غريبة، عموماً يعني أنا الموضوع ده ما أبغى تدي أكبر من حجمه، لأنه أنا عمري ما هأحكم على الفيلم فنياً بحسب الاختيارات العرقية وما إلى ذلك، إذا ما كان حيضيف فنياً للفيلم ما هدور فيه، بس أنا كنت أحب أسلط الضوء عن نقطة هذه عشان اللي يصدق أنه هوليوت بتسوي هذا الشيء للمساواة وخلافه، كلام فاضي، ده مجرد أجندة سياسية، أنا معاك تماماً، وهو من الحقيقي يبين من زمانه ومن الأول أنه ديت لو كانت نية حقيقية موجودة عندهم، كانت نعكست على أعمالهم قبل ما الحملات دي تقوم، وعشان كده أنا برجع وأقول الحملات ديت شيء مش سيء، وجابت لناس كتير حقوقها، وياريت نحن كمان نركب عليها ونجيب له نفسنا شوية حقوق. خير، خير، لا إحنا عندنا الأصحاب والله هزي. ده كويس ده لما صدقت الدنيا هيديت، دي كانت دي موجة مرعبة يا جدعة دا ما استخبت تماماً فقط لما هذا طالب. إيه رأيك؟ انت شفت الفيلم أول ما شفته مدفوعاً بالفضول أمام الجدل الدائر، ولا انت شفته لأن كده كده فيلم عربي وجديد على النتفلكس فكدت كده كده لازم تشوفه؟ بكل أمانة أنا شفته عشان فضول كيف ستصبح المعالجة الدرامية للمواضيع اللي فيه. لأنه كلنا شفنا الـ انت شفت النسخة الأصلية؟ طبعاً. فكان عندي فضول كيف ستصبح المعالجة الدرامية بكل أمانة، وكنت قاعد أضحك من جوه، لعد تقول سبحان الله أول فيلم من نتفلكس عربي، وهذا أول فيلم عربي الآن، فيلم إنه إنتاج أصلي، إنه يتم اختيار هذه القصة، فهلا، عشان هذا الجانب أم لا؟ فهذا اللي قاعد أسأل نفسي يعني، عليه، ومرة ثانية، أنا أثرت موضوع التمثيل العرقي، ومدر ايه في ديتون دنايل، عشان أضع أربط في هذا الموضوع، هل المواضيع هذه موجودة عندنا؟ طبعاً، هل ممكن ندخلها في القصص؟ لماذا لا؟ نتكلم عنها ونحطها وكل حاجة، ما عنده مشكلة في ذلك كله، عنده مشكلة في المعالجة الدرامية، لما انتعالج الموضوع أهداً عند الغرب، غلاً ما تعالجوا عندنا، اتكلم عن نفس الموضوع، وأتكلم عن نفس المواضيع كلها، ردة الفعل حقتنا ردة فعل الزوج هنا ردة فعل الأصحاب هنا ردة فعل المجتمع هنا مو تخليها ترجمة مباشرة اللي لو صار برا أنا هذا اللي حسيته يعني المعالجة الدرامية ما يحقتنا فوتوها كل شيء في الفيلم ما كان عندي مشكلة معه وبالعكس كان فيه أداءات كمان جميلة تمثيليا بس لما نجيت على النقاط هاكي الأساسية اللي فيها اختلاف وانا ما عندي مشكلة تعالج الشيء ده في القصة وتتكلم عنه وعندك الجرأة ونتفلكس وحر وما انت في السينما وتعمل اللي تبغى وبتفتح الباب انه كثير تبهات ممكن نتكلم عنها بس المعالجة ما تنقز على طول لهذه الدرجة المعالجة لازم تبين حاجات فعلا ممكن تصير عندنا أنا اليوم لو جالس في مكان ومجموعة أصحاب عرفوا عن صاحبهم حاجة زي كده أنا ما اتوقع انه الكل سيكون يعني محب للدرجة دي ومتعاطف أكيد سيصير فيه نقاش أكبر يعني سؤال مهم لازم يتسئل هو احنا فين بالزبط بالزبط هذه المعالجة أنا رأيي ان الفيلم اختار لبنان علشان يخلق نوع من أنواع المناطق الرمادية حوالين الموضوع اللي زي ده لأن المجتمع اللبناني على قد فهمي عنده درجة انفتاح للمواضيع اللي شبه دي غير باقي الدول العربية كلها شوف أنا ما هتكلم على شعب لبنان ولا هتكلم على لبنان ولا غيره أنا بأتكلم انت جيدة حين للأسف وهذه كمان نقطة أنا كنت أقولها زمانه في ناس زعلت مني حتى كانت تويتر أظن مسحتها في تويتر زمانة كلام دا من سنتين ثلاثة كنت أقول انه ليش عندنا نتفلكس الشرق الأوسط لأنه احنا غير بعض يا أخي احنا صح لنتكلم نفس اللغة بس احنا غير بعض احنا غير بعض هذا بيخلي انه ما نمسك منطقة ونقول عليها رمادية لا احنا مختلفين مختلفين بشكل كبير وعلى رغم من الاختلاف على رغم من الاختلاف طالما هي مضلة واحدة واليوم هي نتفلكس الشرق الأوسط ما ينفع انك تكون جبان وما تعالج دراميا الاختلافات التي ممكن كلنا اللي بنتفرج عن نفس المضلة تطلع منها لازم تجيب كل الاختلافات وتعالج دراميا هنا تكون صح هنا حتى لو كان الموضوع هنا لو كان الموضوع حساسه تابوه فعلا انت بتتكلم عنه وبتقول هذا موجود في المجتمع ايه موجود وتكلم عنه انا طول عمري اتكلم شي للقيود من الكونتنت خلي المحتوى يتكلم على اي موضوع وسوي اللي تبغى بس المعالجة الدرامية تفرج انت ما علاش دراميا ما بينتلي المعالجة الدرامية مرتبطة بالمكان بتاع الاحداث مش بالمكان بتاع الجمهور الاحداث بتاعته خلها بتحصل في لبنان وخذ الموضوع من هذه الزاوية وانا بتفرج عليه حتة رد الفعل على الشخص المعين اللي احنا بنتكلم عليه كانت مثيرة للاهتمام بالنسبالي ولكنها ما كانتش صعبة اصدقها يعني انا اقتنعت بيها اقتنعت بان دوت ممكن يحصل في المجتمع ده في دائرة اصدقاء بالشكل ده بطبيعة العلاقات دي لان احنا لو جينا نقول ان ده ممكن يكون تمام في لبنان مش تمام في حتة تانية هتلاقي الموضوع مش مقتصر على الصح على الصديق ده بس ده في بلاوي جوه الاحداث ماينفعش تحصل في العالم العربي وتتم تناولها بهذه الطريقة او ردود افعال الشخصيات ليها تكون بهذه الطريقة الا لو كانت في لبنان بالتحديد لا 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 بالشكل بتاع النايت لايف بالتحرر بتاع العلاقات بالامور دي كلها وانا واخد الانطباع ده علشان برضو جمهور الليبناني يكون فاهم من الطريق مش من حكاوي مش من بتاع من الاعمال الدرامية من الافلام اللبنانية اللي انا اطلعت عليها في السنين اللي فاترت وبناء عليه الصياق ده واتقابل تصديقه لو انت بتعمل معالجة انت محتاج تكون امين في المكان اللي الاحداث بتدور فيه من هذه النقطة انا لا استطيع ان انا اتعمل عمل بعدم الامانة او بان المعالجة مش لايق علينا او كلام زي ده لكن احنا كجمهور مش عايشين في لبنان ما نعرفش الطبيعة دي مش عارفين طريقة الاستقبال بتاعهم دي لما نتفرج عليها ممكن نشعر فعلا بالغرض ممكن ممكن كلامك صحيح بس أنا من نسبالي الاشخاص اللي موجودين مو واحد و الاثنين كان في عدد كبير كان في فرصة لتباين الآراء على الموضوع مو بس على موضوع الولد خانة الزوجية حتى على موضوع الثاني يعني كان في كثير من المواضيع اللي ردات الفعل اللي كانت فيها لم يكن فيه تباين مداني وجهة النظر وجهة نظر اخرى الداني بس تعاطف في كل شيء داني بس تعاطف طبع انت دائم عندك عينة مجموعة من اشخاص ممكن يكون عندك اكثر من رأي فرصة انه نشوف اكثر من رأي انه اللي جالس يتفرج سواء كان معه ولا ضد يشوف يشوف اللي معه ويشوف اللي ضد ويصير نقاش مشرط توصل لنتيجة مشرط انه نوصل انه ده صح ولا غلط على الاقل مجرد النقاش على الشاشة هياكس الواقع الحقيقي صح ولا اذا هذا الرقم واحد انه في عندنا عدد كبير وكان ممكن يعملوا التباين ده ويكون عندنا عنده تعراء شيء الثاني انت جبت شخصيتين طب من بره لبنان جبت اللي سيدة مصرية وجبت اللي كمان واحد بيمثل انه هو زوج مصري صح ولا لا طب على الاقل على الاقل انه ردت الاثنين دون ردات فعلهم على المواضيع كلها تكون مختلفة على البقية على الاقل على الاقل ولو بشكل بصير انت مش حسست انها كانت كده ابدا ابدا انا حسست انها كانت كده انا على وشك انه هو يجج فيها جامد على هذا الموضوع اللي هو انا مش كده ايه ده وكان يعني بيبصر الموضوع بنظرة دونية بالمفهوم المصري اعتقد انها دقيقة جدا وفي لحظة افتكر انه هو دلوقتي بيتكلم على صديقه والصديقه اللي يعتبر انقص حياته قبلها بالدقيقتين تلاتة اللي هو اصلا تورد في الموضوع ده كله بالسببك انت لان انت اللي طلبت كده وانت اللي عزت كده والكلام ده كله والمن الناحية التانية هي كانت جدا برضو ويمكن تكون قلقت صب او اتنين في النص في النهاية بس لما تجوت لما حبتين كان عشان خطر صاحبهم ولكن العرق الحقيقي بتاعهم او رد فعلهم الطبيعي كان ليه تمثيل مش قادر اقول ان هو كان غايد لا انا ما حسيت فيه واسيبك من ده الموضوع لو اتكرمنا حتى على الزوجينا سيبك على ده الموضوع الناس ركزت على ده الموضوع بس فيه موضوع شائكة جميلة وبالتالي الناس اللي يمكن الجيل الجديد اللي ما شافه فيلام السبعينات وفيلام الستينة بالذات السبعينات اللي ما شاهد فيلام السبعينات المصرية مثلا طرى التحرر فيها كان مرة كبير مرة كبير كان فيه مواضيع جدا كثيرة وكان فيه يعني بكل النواحي يعني ما هو شي جديد ينحط على الشاشة بس حتى دي المواضيع لما كانت تذكر في يوم من الأيام المعالجة الدرامية كانت تأكس فعلا ردة فعل رجل لما اكتشف مثلا خيانة مو مجرد انه صحبة مرته مثلا تهديه بكلمتين لا اهلا فيه دم حيسيح فاهمني ما حسيت فيه تباين في الآراء حسيت انه اخدوا القصة كما هي يا رجل واحنا شفنا الأفلام شفنا الفيلم انا ما قدي مشكلة في الاقتباقة انا ما شفتش الفيلم الاصلي بس انا فاهم كويس قوي ان دي كانت عمليات تعريب في حتة ان انا ألمس اتقان او مبلغة في مراعاة التفاصيل في المعالجة ما توقعتهاش بصراحة انا كنت عارف انها مجرد عمليات تعريب والله يشوف وفي الاخير يعني اظن ردة الفعل كانت كانت بحجم الشي اللي شافوه العالم بس احنا راحين دل طريق احنا شيء تم بيت احنا راحين دل طريق انتهى الموضوع احنا راحين وبنفس الوقت الافلام اللي بنتفرجها يعني وقعدت اضحك ده كاليوم ايجي بست شالوا الفيلم من الموقع راح تحطيت الصورة حقت البيت ده طاهر وحيفضل طلع عمره طاهر حطيت الصورة حقتها على على كوتش احنا احنا مجموعة احنا بسبب الانفتاح الترفيهي اللي عندنا اللي بنتفرج قصدي من الافلام ومسلسلات وكده بنتفرج وصر للمرحلة تسامح انه انا اشوف المواضيع دي حلال على غيري حرام علي انا دائما اقول دائما اقول انه نما تحط قيود على كتابة المحتوى تفقد الابداع خلاص لازم تتكلم كده لا لازم تتكلم كده لا تتكلم كده روح عالج اي محتوى بس عالجه حقنا حطني انا ابغاشوفني ابغاشوف انا ابغاشوف اخوي ابغاشوفة عيلتي ابغاشوفة عيال مدينتي ابغاشوفة عيال دولتي ابغاشوف عيال يعني حتى لو انت بتقول للبنان وتحرر ترى حتى في لبنان برضو في اكيد في تباين اراء اكيد من كل مبسوط طب انت بتعالج الفيلم درامي لعمكم هما اجبا من ان هما يعملوا وهذه يعني هو هادي اللي طالع في الموضوع واخد الرداء بتاع الجرأة ولكن هو لا يستجري هو جبان هو جريء علينا بس هو جبان منهم جبان من نتفلكس لكن جريء علينا لا لا هقول لك ايه وجبان مننا احنا كمان ساعة لما جيه يعمل المعالجة عملها جوه لبنان عشان انت بتفتحش بوقت ملاكش دعو نعملنا انا ما قلت الشن ما قلتش انت بس هما زودوها حبتين على مونة يا اخي زودوها على مونة واحمد حلمي كمان طوامش 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 صراحة يعني بزيادة حسيت يعني انا مش عارف هما مين اتفاجئ انا ما اتفاجئتش طبعا الكلام اللي تقال يعني انا شايف انه هو كلام مبالغ فيه جدا والحملات اللي اتعملت حملات سيئة جدا والكلام اللي اتقال كلام فيه تجاوز وفيه قلة ادب وفيه كل حاجة في الدنيا قصد ممثلة قامت بدور وقامت بدورها كويس كمان جدا مش بشكل وحش على الاطلاق ولكن مع رفضي لكل اللي حصل ده ارجع واقول مين اتفاجئ هي لو ما كانتش متوقعة حاجة بالطريقة ده تيبا هيكت حاسبها غلط تماما من البداية وارجع مرة اختم الموضوع ده وارجع واقول انا ما عندي مشكلة نناقش اي موضوع بس المعالجة الدرامية لازم تكون حقتنا بس هذا هو تكلم على اي موضوع بالعكس يمكن فرصة انها توعية فرصة للكلام فرصة تخش في المواضيع هادي توعية بقية ما ننكر ما ننكر وجود هذه الاشياء في كل المجتمعات ما ننكر بس اللي ننكره طريقة طريقة التفاعل معها عموما نخرج منها يلا بالفعل عندك على القناة ولكن انت شفت حاجات كتير جدا لسه لما جاتلنا شكور صحنا نحن نتكلم معنا خلينا نبدأ بالاشياء اللي انا وانت شفناها انت فيه فيلم اتكلمت عنه في قناتك انا بعدها رجعته شفته اللي هو حج حج ميونيخ دا ادجوفور ايوه حرب العالمية ميونيخ دا ادجوفور ده يا ماهر يعيني فيلم اصحاب ولا اعز ده سب دك بابة ده ولا حد دري بيه تماما ولا كأنه حصل في الدنيا مع ان الفيلم استقباله كان كويس نقديا واستقباله كان كويس جماهريا وفيه ممثلين كويسين وبيتعامل مع قصة غنية جدا وكل الناس بتموت فيها واخد زوايا جاسوسية واخد زوايا تاريخية وكل ده نفسي يا لأي بني قدم بيتكلم عنه حد يستعناه حد يتفرج عليه كل الناس مسكة في الملوخية ومش الملوخية طب يا جماعة كفاية أسبوع كفاية أسبوعين الفيلم مات الفيلم غرق محدش دري بيه خلاص فيش محدش بيتكلم في حاجة تانية غير الملوخية أنا ما انتبه هتله أنا قلت رأيي في الفيلم انت ايه رأيك بقى أنا ما انتبه هتله اللي انت بات باتكلمت عنه عشان لا سوي فيها يعني شوف أنا يعني فيه نوعية أفلام أنا ما فوتها عندي إدمان لتاريخ الحرب العالمية عندي إدمان عليه سواء أفلام وسلسلات وثاقيات كده أحب أتفرج عليها ما عارب المهم فكانت الالتفات لهذه النقطة تحديدا كان أمر جدا جدا جميل إنه هذه الشرارة اللي بدأ من الحرب كلها تمام فكيف اللحظات الأخيرة ما قبل الانقلاب اللي عمله هتلر على بريطانيا واللي هي تعتبر وبهذاوية هذا جيك لنقطة دي بريطانيا وهذا الرئيس تبعهم شاملان نسيت اسمه بالضبط كان يعتبر أضحوك نيفل تشامبرل ما حبيت أبدا إنه الفيلم شوفينا المعالجة مرة ثانية من أهمية المعالجة يا أخواني ما بس تقول قصة كيف بتعالجها دراميا الفيلم بينا إنه هو بطل وأنه عمله هو داري وأنه كسب وقت لبريطانيا وأنه لو لا الحركة دي اللي عملها وأنه ضحك الناس عليه كان ما صار التحالف مع أمريكا وما كان جيش التحالف كسب وقت هذه أول مرة أسمع الجصة دي في تاريخي كله اللي أنا بقى أشوف معلومات عن الحرب اللي عرب العالمية من وثائقيات ومن أفلام ومن خلافه ممكن أكون أنا غلطان ممكن مصادري كانت غلط بس فعلا فعلا أنا معك تماما أول مرة أنا زيك بالضبط عندي شغف كبير بالموضوع دوت وأريد دراسات كتير وأريد روايات تاريخية كتير وأريد تحليل لرؤية عدد كبير جدا من الخبراء للبروفيل العقلي والنفسي بتاع نيفل تشامبرلين وهما بيحاولوا يبرقوه برضو بيطلعوه أو بيوسموه بقدر كبير من الغباء أنا عمري ما شوفت دفاع زي ده في حياتي فهذا اللي خلاني نهاية الفيلم أنخ وأبدأ أسير انتقاد أكثر من الإعجاب انتقاد من ناحية طب إنت وريتني بس الجانب البريطاني صح؟ يعني إنت وريتني هتلر ومعليش يعني فكرة أنه تبين لي هتلر بهذه الشخصية الشريرة كوميكيا أظهر كبرنا على ذا الشي أظهر كبرنا لازم كل الأفلام وذا توصل لقناعة أنه هتلر مهما البشاعة الأشياء اللي عملها كان إنسان ذكي كان إنسان قيادي كان إنسان يعني عارف إشي اللي ساير حوالينه تمام؟ فبينونا بس الإشي اللي ساير مع البريطانيين كان رهيب لو وروا الجانب الثاني مع الألمان حتى لو كانت من خيالهم كان رهيب لو وروا الجهتين لو وروا كيف دول بحاولوا قد ما يقدروا إنهم يلبسوا حق بريطانيا السلطانية وقد بمشوا الأمور وكده وكيف دول بحاولوا فعلا إنهم ينجزوا شي إنهم يجيبوا الـ كونتراست يجيبوا التباين بين الجهتين فكرة إنهم أخذين بس الجانب حق البريطانيين وفكرة إنهم جايبين بس الثوريين اللي في ألمانيا بس تحيز كبير جدا تاريخيا وأنا أي قصة فيها تاريخ ما أكون مرة يعني مندمج مع القصة فجاءت النهاية والكلام اللي كتب قلت أبوكم نتفرج على الفيلم حقكم ده قال لك لو مو هو ما كان أمريكا الآخر لحظة ما تبتخش الحرب أمريكا ما كان تبتخش الحرب أساسا وكان مسحوب على أوروبا بالكامل وهتلر كان بيتوسع حتى بعد ما سوى هذا الخطاب بعدها كله أمريكا ما دخل لتلا متأخروا فيه روايات كتير ليش أمريكا دخلت أساسا فالفيلم معالجة والدرامية كانت هي الغلط لكن القصة جميلة 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 جدا أنا شايف أن الجانب التاريخي وأنا موافقك في بعض الانتقادات وبالأخص في طريقة الدفاع المستميت عن نيفل تشامبرلاند ودي بتنضم عندي مع أفلام كتير وأعمال كتير جدا بحترم الطريقة اللي أنت حاولت بيها الدافع بس مشتريتش يعني وقفت تفرجت على الشو بتاعتك وسقفتلك وقلت لي تدفع فلوس لا ما ندفعش فلوس أنا برضو شايف أنه هو غلطان ومش مقتنع باللي أنت بعتهولي ده كله حتة نقل الوجهتين النظر أتصور أن هي عملية أولويات وعملية منظور لأن المنظور بتاعنا ليه بطل اللي هو الولد اللي قام بدوره جورج مكي هو ده صاحب القصة بتاعتنا هو صديقه وصديقه بالنسبة لنا إحنا كان مثال لتطبيق نظرية عليه أعتقد هي اللي كانت الأهم في الموضوع فكرة أنك ما تدعمش حد أو مشروع أو كيان معين وتصرف نظرك عن العيب حتى لو كان عيب صغير قوي لأن العيب الصغير بعد كده بيكبر وبيبقى مشكلة كبيرة بس هما فعلا كانوا مركزين في حتة أن فيه تمرد على الجانب الألماني لأن على فكرة دي من الحاجات الفكر كويس قوي أنها قامت في فترة الألفنات في نهاية سنة وبدأت الألفنات أن كل التناول الهوليودي للجانب النازي كان أن هما كانوا أشرار 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 والشعب ده كان كله لبس السلطنية وكله مشتري هتلر دوت كالبطر المخلص لغاية دلوقتي هما بس فقوا تحت راية التحرير الأمريكاني وبتاع التحالف والكلام ده كله لغاية لما ظهر فيلم فولكايري بتاع توم كروز لأن ده كان كان فيه ناس كتير منهم عاوزين يغيروا مش عاجبهم اللي هما موجودين فيه وفيه محاولات حصلت على حياته وفيه محاولات للتمرض عليه أتصور أن الفيلم ده كان بيحاول يضيف نفسه لقائمة الأعمال لتناولة الجانب ده ومع ذلك الجانب التاريخي كله بالنسبة لي جيد جدا جوه الفيلم ممكن أكون مش متفق معه بالكامل لكن مش هو الأهم أنا الأهم بالنسبة لي ونقطة القوة الحقيقية اللي في الفيلم كانت الصداقة الصداقة ما بين الكنين الولد الإنجليزي والولد الألماني والحدوتة اللي ضارت ما بينهم والانتقلت ما بين حاجات كتير جدا منها الجوانب الدرامية ومنها الجوانب الخاصة بالإثارة بتاعت الوثيقة والأمور دي وهذا يرجعني كمان خطوة تانية غير وارجع عيدها غير إنهم يحطوا الألمان بشكل شرير كوميكل ما بس هتلر حتى صاحبهم دك اللي يعرفهم يعني نفس الولد ده بيطلع في كل الأفلام إنه هو دايما شرير كده عارف يعني ما اللي كان في القطر اللي كان في القطار أيو وغير وكمان ما حبيت الملائمات إنه هو سبحان الله اللي راح شافه وهم قاعدين يشربوا في المقهى ده اللي على جنب وانتبه له ومدرئين لا بس دي دي مش ملائمة دي ما كانتش صدفة ده كان بيرقبه آآ لا لا أنا يتهيلي كان بيرقبه يتهيلي هو كان يعني ما عجبوش رد فعله واشتبه فيه من ساعة القطر وهو من ساعتها بيرقبه مستني الغلط لا هو هناك بعد ما شافهم لأنه سألوا في القطر على أصحابه وقال له إنه هو ما بيتكلم معاهم أو شيء من الكلام ده كله تمام وبعدين لما نجا في ده المكان وانتبه طب إنت كيف بتقول لي كلام عكس التاني وصارت البداية من هنا يعني دولا عن البقية هو دي شيء يعني صعب نحسمها بس أنا قلت يعني شعرت لما شفته ما حسيتش أنه صدفة أنا حسيت أنه بيرقب أموما نرجع أنا أنا أتفق معاك أتفق معاك إنهم أخدوا قصة ما قد سمعناها قبل كده وأظن يعني إحنا حلبنا كل شيء في الحرب العالمية لدرجة الدحين وصلنا لمرحلة خطاب وكيف بتكتبه بس السسبنز كان حلو جدا على رغم أنا عارف إيش هيصير تاريخيا أنا عارف إيش هيصير تاريخيا بس فوق ده كله كنت مثار مع القصة وكان فيه عام الجذب هذا بالنسبة لي عام النجاح جيد تمام إيه اللي بعده إيه اللي بعده إيش فيه شيء اللي بعده اللي أنا وإنت شفناه برضو نايت مير آلي من الأفلام اللي ليها تمثيل جيد في الأوسكار عودة جير مودل تورو كاست تتقيل حدوطة درامية عنيفة برأيك مان أنا أنا زعلان زعلان ليه فيلم ده ما نزل عندنا في السنما كان حيخش القائمة حقت أفضل أفلام أو إيه تفسير صحيح مافي ليه سبب ولا في شيء لقيت شيء ولا شيء ولا فاق ولا مش حين معي حك ولا أي شيء مش لدي مشكلة في الفيلم ما أنا عارف من جد من جد أنا يعني الفيلم من كتر ما حبيته بعت أفرس دماغي طب ليه ما جاء ده سينما ده فيلم سينما ده تطلع منه مسلطن وتتكلم عليه للناس فحرام أنا مرة زعلت و الفيلم حلو في كل شيء بس اللي خلي الفيلم بالنسبة لي يعني فوق آخر جملة سير مستر آيوز بورن فورد يا الله يا الله كيف ختم الفيلم كيف بيّن لك أنه دولتورو والكتابة من البداية كانت بترميلك كده يعني حاجات حنلف الفيلم كامل فيلم عظيم فيلم جميل وصراحة أداء الود ده شاسمه برادلي كوبر برادلي كوبر وكيت بلانشت رائع وويليام دفو بس كيت بلانشت يو سي اتكامنج أنا مش لسه جاية تفاجئ بأن كيت بلانشت واحدة من أعظم ممثلات جيلها صح لكن برادلي كوبر الود توحش أنا طلعت يومياه في الستريم الناس بتقولي إيه الأخبار بقولهم الود ده توحش الود ده ممثل راح وممثل جيدة بقى حاجة تانية صح صح مليون فيلمية وأعطاني أعطاني وزنية حلوة جدا في الدراما قصة هذه دائما كلمتك المحمود قصة صعود وهبوط ولا أرواع ولا 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 أرواع والبرودوكشن ديزاين حاج المكان الكرنفال وطريق أنا حاسب العفانة اللي هم عايشين فيها والتفاصيل الزمنية أيوة شكل المكاتب شكل البيوت شكل الأسنصرات شكل الأوتلات جميل جميل والكاست مشكلة لما دخلت الفيلم كل اللي كنت أعرفه عن الكاست هم الناس اللي موجودة على الصورة برا هو وروني مارا وكد بلانشاته وخلصنا على كده ده كاست ابن كلب جبار ده فيه توني كولاتو وفيه فيلم دفو وفيه ديفيد ستراتير وفيه ريتشار جينكنز وفيه الواد بتاع مايند هونتر وفيه أي دول كلهم يا خبر أبيض صح وكله واخد فرصة أنه يفوق وكله واخد فرصة أنه يتميز وفوق ده كله يعني مو بس أداك حقبة زمنية وعدك production design وعدك شخصيات وملابس وغيره وحتطلق تاريخ فصرت عايش وسط الأحداث الحرب من وراء الوراء الجرائد بتنزل بتبدأ تبدأ تربط أوه هذه الأحداث بتصير الآن وهتلر هجم أوه هذه الأحداث بتصير الآن وأمريكا دخلت الحرب فتلاقي كده يعني صراحة فيلم مزبوط فيلم مزبوط ده أنت لو جردت الفيلم من كل حاجة ومسكت الجوانب بتاعت دراسة النفسية والشخصية بتاعت ألعاب السحر صح يا خبرة بياد الواحد بيطلع على مواد ليها دعوة بالموضوع ده بقاله قد إيه والفيلم ده اللي ضفوه لك على مستوى المعلومات وعلى مستوى الحاجات اللي عمرك مفكرت فيها عمري ما شفت زي يا خسارة الانبهار بكل مقاطع أمريكان آيدل اللي كنت أشوف فيها العملية أقول ده كيف جلت خلاص فهمنا معقول الموضوع في الليرز دي كلها يا ظهر سود وشارح يا باشا هي واحد زائد واحد زائد واحد زائد يا ولد اللعيبة أنا مرح أنا ما بغى أحرق بس أبغى أحرق الآن جماعة هنحرق الآن محمود حيحط لكم لكتات فأنقزوا بس ضروري أتكلم على دي الأشياء لأنه من أول أنا ما عملت مراجعة ومستنى أتكلم مع محمود فيه فكرة أن هو اللي قتل العجوز أنا دي دتني كف أنا أخدت كف أنه العجوز اللي هو أبو لا اللي كان في السر أيوة يا أنا كانت كف بالنسبالي ولما تلاقيها مرتبطة مع أنه وليام دافو قال له على أنواع الخمرة اللي موجودة وقال له الودن الجي من الخشب دي اللي هي تعتبر السم وبعدين وبيتكلم مع الدكتورة النفسية وبيقول لها أعرف مين وفجهة الأمور اتربطت مع بعض يا الله روعة 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 وطبعا في الأخير لما نعرفنا إيش سوا في أبوه كمانا وكيف كل الدنيا لفت 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 ومع ذلك ومع ذلك علشان نقدر قيمة أداء الرجل يعني إحنا من الأخير يا جماعة الفيلم دوت بيدينا رحلته وفي الرابع الأخير بيثبت لنا بكل المقاييس إنه هو شطان هو شطان هو عنده قدرة على الإقدام على جرائم بدم بارد اللي هي ممكن يعني أنت ممكن تتمم جرائم ديت بشكل أقل قصوة من كده ولكن هو شطان هو قاسي ودموي ومريض وكل حاجة في الدنيا وفي الأخير لما بيانال الانتقام بتاعه برضو بيصاب عليك والحلو في الموضوع أنا تألمت له الحلو في الموضوع إنه من بداية الفيلم إحنا بنشوف ومضات من الماضي تبعه إحنا ما عارفين إيش ساير يعني شوية شوية نلاقي البيت محروق شوية شوية نلاقي أبوه وجود شوية شوية نلاقيه جنب أبوه لدرجة تصير تقول يا الله حرام مسكين أبوه مات وهو كم يتعلق فيه يا حرام بعدين نعرف إنه هو لا هذا قبل ما يروح للسرك هو أصلا جاي مجرم هو جاي للسرك وهو مجرم جاي للسرك وهو قلبه ميت يعني ما هو أنه تغير بعدين لهو أصلا جاي قلبه ميت فلما جات الأحداث قدام إنه يزيد الإجرام اللي عنده ما جات من فراغ لأنه ما بدأ من الصفر بدأ وهو جاي جاهز أساسا فلا فيلم من أجمل أفلام السنة ومرز أعلان إنه ما عرض في السينما وأتمنى إنه أنا وأنت بنساهم الآن إنه أفناس كتير تشوفهم لأنه حيضيع فأغلب اللستات مش موجود فأغلب اللستات مش موجود لو الناس المحتوى بتاعه فيه شيء غير لائق فيه شيء غير مناسب ممكن يكون فيه مشهد أو مشهدين فيهم ملابس مكشوفة شوية مش أكتر من كده على الإطلاق فيلم يفوش أي مشكلة أبدا أبدا آه فيلم جيد إيش غيره يب يب إيش بعده إيش غيره آه عندك إنت بقى إحنا كده كل الحاجات اللي إحنا اللي اتنين شفناها تكلمنا عنها إنت كان عندك نشاط في بعض التايتلز اللي قلتلي عليها لكن للأسف أنا ملحقتش أشوفها زي فيلم ماس آه هذا الفيلم كمان هذا الفيلم نزل خمسة عشر يناير خمسة عشر يناير دوبي منزل حلقة حق أفضل لعشر أفلام ونزل الفيلم ولا كان دخل معاي الفيلم ده يا جماعة كان يدخل معاك ها آه مليون فيلمية يا باشا آخر مرة شفت فيها فيلم بهذه القوة الحوارية كانت انت بتبدأ الفيلم بتبدأ الفيلم غرفة فاضية طاولة أربع كراسي يدخلوا أربعة يبدأوا يتكلموا يتكلموا كأي يعني ما في ما في تلقيم بالملعقة ما في أحد من البداية يقول لك شوف هذولا جايين من هنا وهذا لعندهم مشكلة كده والآن هم جايين يتقابلوا عشان يحلوا هذا الموضوع أبدا انت فجأة كأنك فكيت الباب ودخلت عليهم وجيتهم بيتكلموا ووسط ما بيتكلموا في البداية كلام مبهم مبهم بعدين الأمور تربط بعض بعدين الأمور تربط بعض ويا لطيف قصة درامية حوار صادق صادق وما بغى أحرق شيء لأنه انت تستاهل تشوف كل حاجة من غير ما أحرقه كمان المشاهدين بس فعلا فعلا الحوار صادق وحتعرفوا ما الذي أقصده لما تشوفوا أنه هتوقف مع مين مين معاه الصح ومين الغلط ومين اللي هتتعطف مع مين أكثر ما في ما في إجابة ما في إجابة واضحة وصريحة في هذا الموضوع والرهيب الحوار ومكتوب صح تمثيل الناس كان ولا غلطة خصوصا هم كبار في السنة وعنمال اللي قاعدين على الطاولة فيصلك حد أنه عرفه ممثلين في منهم أكيد لهم عمال بس ماهم سوبر ستارز يعني ناس 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 معروفين وكبار كده شوية في الأعمار ففيلم يستاهل فيلم يستاهل يستاهل كل دقيقة فيه فيلم يستاهل كل دقيقة فيه يمكن نهاية الفيلم اللي هو بغدي عيوب أنه نهى بهدوء أوي خلاص يعني بس يمكن تكون مقصودة أنا مو عيب بس بأقول لك فرق بين بين التصاعد اللي صارنا عايشين ويا الله يا شيء مو طبيعي فكنت أتوقع أنه فيه ختمة يعني تكون بمستوى القوة اللي وصلنا لها مو عن ختمة ضعيفة بس بس مستوى الحماس أو مستوى التصاعد اللي ساير لا ختمنا هادي 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 يعني تحسوا قال والله ما سيبك تروح تنام وانت زعلان أنا هديك وتروح تنام كده أوكي ففيلم كويس فيلم ممتاز هو فيلم أمريكاني نطق باللغة الإنجليزية أيوه 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 فهدي مشكلتنا في الفيلم اللي بتجي متأخر دي صراحة متعبة متعبة ده هو اي ما بتجيش خالص هو جي فيين هو أنا شفته على ايتونز صراحة بس أظنوا موجود الحاجات دايت ما بتجيش عندنا احنا بيعملونا معاملة سيئة جدا ولا يا مارا يعني هما الأفلام الأقل إقبالا على مستوى التوزيع على مستوى العالم بيبقالها برضو بيبقالها في النهاية موزعة أو اتنين بيجيبوا الأفلام دايت للسينمات معينة أو في محطات معينة أو على شبكات معينة هما اعتمدوا إن احنا في الآخر بن بايرت اللي ما بيوصلش عندنا فابتدوا يصرفوا نظر عن إن هما يريليسوا الأفلام عندنا أنا كنت متصور إن احنا مع تقدم الزمن هيبقى فيه فرصة أكتر لإن الحاجات دي تتعرض اللي بيحصل إن الفرص بقت أقل إنه لما جاتكلم على أفلام الأوسكار دلوقتي ألاقي إن أنا تقريبا شايف خمسين في المائة من الأفلام فقط الخمسين في المائة الأخرى ممكن أنا اللي كن أكون فوت عشر في المائة فيه أربعين في المائة ما جاتش ما فيش لو أنا عاوز أتبع القنوات العادية الطبيعية عشان أتفرج عليهم ما فيش ما تقدرش مش هتشوفهم إزاي إزاي في هذا الزمن مع كل هذه المنصات مع كل هذه الاشتراكات اللي احنا عملينها وفي الآخر هذا العدد من الأفلام ما يوصل لناش من أصل واللي زعل أكثر إنه عدد الموزعين في المنطقة جليل يا مهدي جليل جليل تمام وبعدين كل موزع يمكن الشيء ده يكون مفاجئة ده حيل للناس كيف تصير عملية الاختيار فيها أفلام تأتي من غير ما يكون لهم كلمة أفلام ديزني أو أفلام المخرجين الكبار هذه تأتي على طول باقي الأفلام هي فعلا إنه واحد جالس يشوف كده قدامه هذه الإصدارات حق ده الشهر هذه معروضة للبيع هو نيابة عننا كلنا يقرر يجيبه أو لا ترى 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 مش من بره لينا يعني يعني عشان لا نظلم العالم اللي بره العالم اللي بره تبتديك أي فيلم كله موجود أبغى أجيبه أي ريال أبغى أجيبه أي قنية تمام بس الموزع اللي عندك هو اللي بيطل وبيشوف ما في ممتد معروف المخرج مو معروف وكمان ما جاب مثلا إيرادات أو إنه فيلم مهرجانات أو مدرئيه يقوم يقرر من عنده لعنده إنه ما يجيب وهم عدد الموزعين قليل فبيصف علينا إنه كثير أفلام ما بتوصل عشان فيه أشخاص تخيل أشخاص قرروا إنه ما يوصل لك الفيلم هادي 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 اللي زعلني صراحة في موضوع التوزيع أتمنى إنه ما يصير فيه توزيع بهذه الطريقة أتمنى إنه مع هديات اللي بتصير في السينما أكثر وأكثر يصير فيه فئات في أسعار التذاكر وخلافه للأفلام دي خليها توصل خليها توصل نظبط والعملية مش محتاجة مجهود خرافي يا سيدي تابع الترشيحات بتاعة الأوسكار تابع الأفلام اللي بتكسب في الجواز المختلفة في أمريكا وفي بريطانيا وفي أوروبا وفي الكلام ده كله ويغيان بقولكش اسعى بقى وتجنن واعمل المستحيل عشان تجيب الأفلام مجرد لما تلاقيها قدامك ما تفوتهاش يا أخي اللي زاعل اللي زاعل وتكلمنا قبل فترة في نفس الحصاد برضو لما نزل last duel ونزل French Dispatch جاعدوا بقى أسبوعه لأسبوعين يمانوا وتشالوا أسبوعه لأسبوعين تشالوا البزنس سر هو اللي يمشي وأنا متفاهم لكده فأتمنى يصير فيه بزنس موديل أو إنه يكون فيه فئة من السينمات جديدة يتم اختراعها يسمونها سينما النخبة مثلا باشتراك حاجة إحنا عندنا إحنا عندنا سينما سينما زاوية ولكن سينما زاوية جدوى على عرضها لا يحتمل أكتر من فيلم أو فيلمين في الأسبوع مش هتعرف تجيب كل الأفلام اللي في الدنيا وبيقوموا بمجهود راقة وفي النهاية هي سينما واحدة موجودة في مكان واحد يا أنا أنا صعب علي أروح سينما زاوية رغم أني بحبها جدا لكن هي بعيد عني جدا لما بسمع أن في فيلم عندها عاوز أشوفه مش دايما بقدر يلا خير نخش على اللي بعده بعد كده أنت شفت برضو الفيلم الإيراني أهيره يا أخي يعني أنا أنا منبهر منبهر بقدرة أصغر فرهادي على الاستمرارية في إعطاء قصص تخش جوه تضرب قلبك كده وتخرج رائع رائع مو طبيعي مو طبيعي حدوتة بسيطة بسيطة طب ما تدي أدينا البريمس كده من غير حر طيب الحدوتة إيه حدوتة بسيطة جدا واحد مسجون عليه دين اللي متدين منه قال له يا ترجيه لي فلوسي يا تنسجن تمام عندهم جزء من قوانينهم حقتهم هذي اللي في السجون إنه يقدر يطلب طلب خروج يخرج ويرجع وكده من السجن يعني فده خرج على أساس إنه حيدبر فلوس ويدفعها للشخص اللي متدين منه وإنه يسامحوا ويخليه خلاص يعني يروح تمام الشاهد لما نخرج من السجن الأخ هذا لقى فلوس ورجعها لأصحابها وقال لهم هذي الفلوس أنا لقيتها ورجعها تمام في البداية الناس شافت واو هذا بطل كيف إنسان متدين متدين عليه فلوس ولده فلوس ويرجعها واو بعد عينك ما تشوف إلا النور سوشال ميديا على تشكيك على نوايا على غلطات معمولة من الجهتين على كل حاجة وشي حقيقي 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 لأبعد درجة اللي أنا مزعلني مؤخرا في كل وحتى الفلام الأمريكي ها صاروا لما يجيبوا السوشال ميديا يجيبوا لك الجهال ويجيبوا لك التايم لاين يعني يشوك السوشال ميديا من خلال السوشال ميديا إنه أنت قاعد على التايم لاين وبتشوف والهاشتاغ والمتابعات وحتى صاروا يجيبوا الشاشة على الجنب ويجيبوا الكلام مكتوب وعيشوك إنك فاتح أوكي هذا أسلوب معالجة بس صاروا الكل يتبعوا في هذا الفيلم أنا ما شفت ولا صورة الجوال بس عيشوك إنه فيه سوشال ميديا وإنه فيه ضغط وإنه فيه أشياء سائرة فعلا كإنه إحنا عايشين ومنتكلم حبيتها 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 جدا دورت عليه نسألت لي على أمزون برايم دورت عليه الأمزون برايم ما لقيتهوش برد أظن أمزون برايم الأمريكي أنا بأي دوي وقفت اشتراكي في أمزون السعودي بعد ما اكتشفت إنه 3-4 الكاتالوج هندي 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 والله العظيم طب فين إحنا ميداليست أنا فين وفين لما بلاقي حاجة كويسة أتفرج عليه فيه بس أنا سايب الاشتراك لغاية أصبح صراحة عندنا في الفيفا الاشتراك بتاع أمزون برايم بيجيب لك باكا كده كل فترة فيعني دي بتشيل دي بصراحة تبع تويتش جيمينج هم هم اللي في سمشتراك في الله أوكي أوكي لا بس يعني فيلم أنا أنصح الجميع كمان إن يشوفوا ومن أجمل وأظنه حيكون منافس شرس في موسم الجوائز لا ما ترشح فين ما ترشحش أوووو صح ما ترشح كيف ما ترشح دي من السنوبز اللي الناس كتير اتكلمت عن كيف ما يترشح أبغى أشوف درايف مايكال عشان ده الشي لأنه مدحوا الياباني ده أوي يعني فبغى أشوفه عايزين نعرف حكايته إيه بيقوله طويل أوي بيقوله فيلم تلت ساعات ومال يعني ومال نتفرق نشوف نتفرق ثلاث ساعات يابانية على الله ما يكونوا متحمقوا الحمق المنايلة بتاعة اليابانيين أعود لها ثلاث ساعات كتير أوي عليها والله انت خليك بره الموضوع ده أحسن خليك بره خليني بره أنا آسف أنا معرفش لي أنا ما قلتش حاجة فيه بقى مسلسل أنا شفته اللي هو صاحب أطول عنوان في التاريخ اسمه ده وومان هو المسلسل لو أنا فاكر صح تمن حلقات عشرين دقيقة مش الفورمات الخمسة أربعين والكلام ده كله وهو فيلم قايم على الكليشي اللي اتهرس ولزه يا دوب طلعين من النسخة اللي عملتها امي ادمس عليه بتاعة الست اللي عايشة في بيت اللي بتعاني من اكتئاب وشافت على البيت من الناحية التانية جريمة فابتدت تقول الناس ده في حد تقتل ومحدش مصدقها والأحداث اللي احنا بنشوفها ده ولكن الفيلم ده سودي المسلسل ده واخد زاوية تناول غريبة شوية وهي ان الأحداث اللي بتحصل غريبة يعني هي حقيقة ما ينفعش ملهاش منطق حتى التراجدية اللي حصلت في حياتها قبل كده اللي حكينا هي حصلت ازاي لما تيجي تفكر فيها تحس انها حاجة كرتونية حاجة كوميدية حاجة ما تتصدقش الظواهر بتاعت الحياة بتاعتنا فيها حاجة غريبة فيها واحد واقف في نفس المكان ما بيسيبوش الأحداث كلها فيها شاهد قبر الرسالة اللي عليك بتتغير كل شوية في حاجات زي كده فوانت بتتفرج على حاجة نمطية جدا ومكررة جدا برضو بتلاقي علامات بتحاول تغششك أو توصلك لا أصبر علي عشان أنا ببني لنهاية انت ما تتوقعهاش أو تطور في الأحداث انت ما تتوقعهاش وصولا للحلقة الأخيرة اللي بنكتشف في الآخر ان المسلسل رزعنا على قفانة وانه ما عندوش اي حاجة مختلفة وما عندوش اي حاجة جديدة وما عندوش اي فلسفة من اي نوع انا تغفلت حت التغفيلة يا مان انا تفرجت على مسلسل مو تخلف ثمان حلقات بحثا عن الخلاص المتعلق بانه يحترم تفكيري عشان في الآخر يروح رزعني قفى وراح قفل الأحداث وراح ما اي ماشي انا بس احترم فيك انه انت دائما بتغامر في المسلسلات بتغامر بالدات ما حاجة بتغامر في أشياء كده يعني انا شفت العنوان لقيت انه هري والمثلة صراحة مو أفضل وحدة يعني انه اثق اني انا اتفرج خالص عليها فطنشت كده على طبع تانكيو على جالت خليني ما اتأنى بضمير الآن اني انا طنشت حاجة فعلا لا 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 دي امانة علمية وحبب اوصلها لك ووصلها لكل الناس اوعوا اوعوا تعملوا الغلطة اللي انا عملتها انا خدت العنوان انه فيه توستاية هو عارف انه هو دخل في قلب مهروس ولكن عنده حاجة مختلف ايقولها وطول الاحداث عمالي يديك علامات انه هو فعلا ناوي علنية وفي الاخر طلعت الناية الوحيدة اللي عنده انه هو يستدرجك لحلقة الاخيرة وخلاص ومش عايز غير كده عكس تماما مسلسل انا شفته موجود على ستارس بلاي وكنت ناوي اعمل عليه حلقة بس يا جماعة بدأت تزيد الحاجات صراحة بدو خصوصا مع وجود اتاك في النص بيستنزف اسمه ييلو جاكتز تمام القصة يعني غريبة شوي بتاخد من عوامل من مسلسلات تانية بس تلعب حاجة اوريجنال فعلا اوريجنال عندي مشاكل مع المسلسل بس مرة متحمس للموسمة يعني الشاهد هو اقواء ويحدد طويل غموض وجريمة مع قصة بنات صغار في ثانوية اظن متوسطة حاجة زي كده ثانوية كانوا فريق كرة قدم ففازوا في الطولة مدريئة والآن رايحين يشاركوا في مدينة تانية فهم سافرين بالطيارة وهم رايحين بالطيحة الطيارة تمام فانت بتعيش في قصة المسلسل احداث هذه الاشياء والطيارة وده كله والآن هم كبار سيدات كبار يعني من 96 و 2021 تمام وتلاقي هم كبار عندك اثنين ثلاثة بس من البنات ما عندك كل البنات ما يكلموا ما يكلموا بعض قابلين الباب على الريبورترز جاءت لذكر الـ 25 مدرئ محد بيتكلم كأنه في سر كبير بيصير فتقعد راجع بين الخطين الزمنية وتشوف حاجات واو مستحيل انها بتصير شيء بيخوفك ايش ايش سووا دول لانو طاحوا في مكان معزول عن العالم وسط الجبال واشجار وكده وفي ناس بتموت وناس بتحية وناس مدرئ ايه فبداية الحلقة الاولى تبدأ تجيك كده جرعات من الغموض اللي تقول اوف انا لازم اكمل لابعرف ايس صار فيهم دول بالداية انها تبين كأنه في حاجة مصيبة سواهم موجودين في هذا المكان المنعزل فتكمل عامل المسلسل الوحيد انه بيطول في حياتهم هناك يعني فيها شوية بس كقصة مضاي كانت مسلية يعني يعني عطيها سبعة ومص بالراحة تمانية سبعة ومص سبعة ومص لتمانية وفيه لقعة هاي هم مسلين معرفون ما يفاكر أساميهم بس يعني هم من حقون تلفزيون مثلين تلفزيون والقصة فيها من فيها على أحداث حقيقية حتنتبه لانا تفرج ما بقى أحرق على الناس في جانب غموض كده حلو شوي وفي مسلسل تاني كمان انت شفته اللي هو أركايف إتيوان هذا المسلسل اللي بالنسبالي كان فكرة حلوة مبنية على خيط رفية خيط مرة صغيرة مثيل الاهتمام في البداية بس ما قدر يشيل الفكرة بالكامل للأخير أنا بالنسبالي هذا الانطباع عليه هو بيخوف أنا خوفت أتفرج عليه لأدني دايما 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 تفرج عليه بالليل وبتاعم وفي له جانب يعني في له جانب هورور في له جامب سكير بسيطة بس أنا هذه المشكلة مع الفيلم الفيلم بدأ بشي ونهى بشي مختلف تماما يعني في آخر كم حلقة في تلميحات وفي تفسيرات وا 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 وكل دا الكلام بس يا عمي بعد إيه أنت عيشتني وبعدين دخلتني في مجال ثاني خالص غير أنا ما حبيت موضوع أنه كل واحد من مستقبل بيشوف عن طريق أشرطة فيديو تمام حياة وحدة ومن خلال الأشرطة بيلاقي أنه في شيء غلط أنه ممكن أنه ماتت وفي أحد قتلها أو يعني بيصير في سؤال بعد اللحظة بتحس هو بيتواصل وهو بيهلوس إيش اللي بيصير هذا الأشرطة سحرية مثلا خصوصا أنه الأشرطة جابول هي شركة والشركة تطف مكان قلته تتفرج عليها وتعالج الأشرطة لأنه كانت خربانة ويبغالها تصليح في هذا المكان ما تخرج منه ففيه عام الغموض مرة جميل تمام بس مع الوقت يلاقي بزيادة يعني معقول كل ده صورته معقول أنه في الأخير فتحت فتحة مرة كبيرة ما حيحب الأشياء دي إلا الناس اللي ما عندهم مشكلة في الأشياء الخارقة للطبيعة اللي ما عندهم مشكلة مع جوانب مع قصص الرعب عموما لأنا ما فضلها والتمثيل أزبل مما يكون زبالة زبالة البطل من أزبل ما يكون البطلة صرخ خورتلي يدني ف بس صراحة إن حسب لهم بيت نفسي بعد ما خلصت يعني بس كملت الموزل أنا كريته على الأقل طلعت بحاجة في الآخر أنا المسلسل بتاعي يدني بالقلم يعني فضل يستدرجني لغاية آخر حلقة وفي الآخر قال لي لا ما عنديش غير كده والله خلاص مقلب مني في فيلم فرنساوي ظهر الأسبوع دوت على نتفلكس مش عارف يمكن مبارح يعني يومين تلاتة بالكتير على قد ما نواخد بال يعني اسمه بيج بوج فيلم بيدور سنة أحداثه سنة 2045 في السنة دي الحياة الإنسانية معتمد على الروبوت بشكل كبير قوي في المساعدة في الحياة في بيت احنا الأحداث بتاعتنا كلها بتدور جوه بيت في شغالة بتعمل بتساعد في البيت يعني عبارة عن روبوت وفي روبوت يعني كذا روبوت موجود جوه في البيت بيقوموا بوظيف مختلفة شركة اسمها يونيكس هي اللي بتورد الروبوت ديت وهي بتنتج السولوشنز بتاعت الحياة دي كلها وبتاعة لغاية لما في يوم من الأيام يونيكس ديت بتقرر الروبوت بتوعها بيقرروا ان هم يتمردوا على البشر ويحاولوا يسيطروا على العالم والروبوت اللي جوه البيت بتاعنا ده أول إجراء بياخدوههم انهم بيحبسوا الناس اللي جوه البيت ده وتجوه البيت بيمنعوهم ان هم يخرجوا حماية ليهم من اللي حصل برا والبيت ده اللي موجود فيه عدد من الناس يعني ما كانش المفروض يتواجدوا في هذا المكان في هذا الوقت منها هي البيت خاص بواحدة ست كان جاي لها واحد في ويجاب معاه ابنه في نفس الوقت اللي طالقها بيجيب معاه خطبته وجاي يسيب بنته عشان هو خطبته مسافرين وواحدة جارتهم جاية تستلف حاجة وطبع ما عرفش مين ففي لحظة كده لعبوك سحرية بيتحبسوا كلهم مع بعض الاطار بتاع الاحداث اطار طبعا خيال علمي كوميدي في المقام الاول ولكن بيطرح اسئلة كتير جدا ومعالجات كتيرة جدا لإيه هو اللي بيميز الانسان عن الالة بالاضافة لقد ايه اعتمدنا على التكنولوجيا والاي اي اي والروبوتيكس والاندرويدز والكلام دوت حتى وهو بسيط دلوقتي بالمقارنة بالصور اللي هما بينقلوها ولكن انت شايف ازاي ممكن الدنيا تتطور وتوصل للشكل ده على جانب الكوميدي الفيلم فعال جدا على جانب الفلسفي جيد جدا على طريقة المعالجة البصريية بتاعته هي كارتونية شويتين يعني لما نيجي نتفرج عليها هنحس ان احنا في حاجة هزلية شوية ما هياش جادة بالشكل الكامل ولكن مسلي حس ان هو جوراسيك وورد المفترض ان هو الجزء الاخير شفت التريلر لا والله ما شفته ما شفته تريلر راجع فيها سام نيل ورجع فيها لورا دورن ورجع فيها واو اه طقم القديم وطقم الجديد كله بكريس برات وبتاعه وبنتكلم بقى على تواجد الداينوسورس بعد الجزء الاخراني السيء جدا 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 تريلر انتريستينج بس انا دايما بقول لما بتلجأ للناس القديمة وبتعتمد او بتستسمر جمد على جانب النستالجيا فده معنى انه عندك احساس ان ظهرك بقى للحيطة خلاص صح ان الحواديد بتاعتك خلصت والمخارج بتاعتك قلت جدا فبتلت تلجأ لاي حد ينقذك وهي بصراحة السلسلة داي تتحرك التحركات او خدت قرارات غير موفقة خالص والتريلر مهما تواجد فيها من لحظات ظريفة يعني الحاجة الوحيدة اللي بتخليني متفائلة شوية ان لورا ديرن اسمها كبير دلوقتي هي مش مضطرة تشتغل في اي مشروع وخلاص ومش ميت على انها تبقى موجودة في البلوك بوسترز او في الحاجات الجامدة ديته بتاعة فتوجودها في الفيلم ممكن يعكس انه يمكن يكون فيه امل لكن غير كده عناصر التريلر كلها بالنسبة لي مجبتش اي حاجة تستريع الطرف وانت قلت نقطة مرة جوهرية انه اول ما يرجعوا يجيبوا الناس قدام فعلا شفناها في ستار وورز شفناها في اية واحدة كمان عدة افلام يعني سواء كاميوز ولا شيء في انديانا جونز بالضبط يعني اول ما بيجيبونا حاجات قديمة بتعرف انه ما هم ان كنترول ابدا وهذا اللي بيخوف من الريميك انت يا تكون ريميك وخلاص تعيشوا يا لا تقعد تربط خلاص يعني ما له داعي انك تخرب لي الجديم سيب الجديم زي ما هو لا تخرب لي هو لا تلمسوا باللعب اللي انت بتعمل هم حاولوا يحكوا حكايتهم ويلقوا لنفسهم قصة بس ما مشيتش خبص الفيلم الاولاني كان معقول الفيلم التاني كان سيء في تقديري الشخصي ولازم يستمروا من النقطة اللي تركوا فيها الاحداث ما ينفعش يخترعوا اكتر من اللازم دلوقتي فطوء الانقاذ بتاعهم كانت ارجع بقى للناس القديمة ارجع للثلاتي الكبير سام نيل ولورا دورن اسمه ايجر اكون شوية اسمه يقام جيف جولبلوم مش عارف يعني بص على التريلر وبقول لي رأيك انا ما دخلتش بناغري بسعارة طيب عندنا دحين مارش بدايته فيلم امكان اكبر فيلم احنا منتظرينه السنهات او من الاكبر لا انا اظن الاكبر ماني منتظر تاني فيلم اكبر منه بطايتر الابرز بكل تأكيد ايه باتمان يلا اخر مرة هنتكلم فيه على مسجلين الكلام عليه ايش توقعاتك الاخيرة لباتمان ايجابية جدا يعني انا كان في نقطة من النقاء في مرحلة من المراحل كان عندي تخوف من موضوع التقييم الرقابي ولكن عندي عندي برضو ما يكفي من الثقة في الناس دي انها تعرف يعني مش حسس انها تهونت عشان تقلل التقييم الرقابي انا اتصور ان احداث الفيلم هتظل صادمة بالدرجة المتوقعة ولكن هم عندهم ما يكفي من الحرفة انهم ينقلوها بشكل ما يعرضهمش للتقييم الرقابي الاصعب شوية من اللي هما بيوصلوه فانا متفائل كل مفردات المشروع وكل اللي سمعته عنه وكل اللي اتفرقت عليه من تريلرز حتى الان بيجعلني متفائل جدا هم عملين يعلوا الهايب اتمنى بس ان يعني هم بيعكسوا درجة ثقة كبيرة اتمنى انهم يكونوا قدها ومتوقع انهم يكونوا قدها لا هو شوف يعني الفيلم مو بس علينا الفيلم اثر على باقي الشركات كله الفيلم ده خلى كل افلام عاجلة مارفل متى ان تتأخر خلى فيه افلام غير مارفل كمان يأخروا يخرجوا من مارش بداية مارش ده فاضي ما في الا باتمان نازل خلينا نشوف ايش اللي حيصير معه ويبكل امان انا بالنسبة لي شايف فرصة لدي سي من بداية السنة انه تورينا ايش عندها لانه دي سي امس لسه نزلوا فيديو على ايش جاي السنة هذي ومع عندهم باتمان عندهم بلاك آدم ماني بتحمس له كثير عندهم اكوامان الثاني اكوامان الثاني اوكي انا مشتري خلينا نشوف ايش ممكن يطلع من اكوامان الثاني وكان فيه اكتر من حاجة ثانية كده بسرعة جابوا عليها الضوء شزامة ثانية تيقلي وفلاش وفلاش فلاش انا مرة متحمس لي فباتمان لو بدأ صح هيخليني مشتري لكن لو انت من بداية السنة اقوى اسم واقوى بطل عندك ما اخيش حتى يعني حتكون صدمة لكل محبين دي سي انت ايه اللي مقلقك ايه اللي ممكن يدي لك خوف من ان هو يخيش انا ماني خايف شوف اممكن هادي اول مرة اني اتكلم عليها بدلت تفاصيل انا ما في فيلم لباتمان ما حبيته كده ولا فيلم ولا فيلم كل افلام باتمان انا حبيتها من اللي في التمانينات لللي في التسعينات حتى الفيلم حق بروس ويلز مع مع شاسمه ده مش بروس ويلز زورش كلونيا اصدق مو بروس ويلز اه ارنو شوارزنيجر وجورج كلوني حتى الفيلم ده برضو لانه اخذ جانب كوميكي الحلو في باتمان العالم حقه كبير جدا الشخصية لها اكتر من وجه تبغاها كوميكي وفن تاخدها تبغاها درامي تاخدها تبغاها دارك تاخدها فمن يخايف انه باتمان يقدر يطلع منه اي قصة الشيء الوحيد اللي انا خايف من عالم باتمان انه هذا اول باتمان يطلع مع الموجة الجديدة دي حقه الاجندات والكلام الفاضي انه على حساب اي توجه سياسي تقل قوته ويبقي حاوله ابراز احد ثاني والقصة ما تكون هي الاساس بس لكن باتمان ما في خوف عليه باتمان يشيل اي قصة مهما كانت وانا استمتعت بكل القصص عندي افلام احسن من افلام بطبيعة الحال بس باتمان دائما بطل يطلع منه اي حاجة خصوصا انه سيرجع معانا الآن شخصيات من زمان ما شفناها البطريق والذريدلر وغيرهم فمتحمس فمتحمس متحمس انت على من كتغومن من الآخر يعني؟ اتمنى تديني حاجة كويسة لانه مشيل فايفر قدمت تمثيل حلو تمثيل جميل وشخصية حلوة وما زالت متربعة يعني على عرش شخصيات السوبر هيروز اللي في عالم دي سي ما زال تمثيل مشيل فايفر يعتبر من الأفضل بس التصريحات الأخيرة على الإشاعات اللي طالع على توجه دي سي مستقبلا يبغو سوبر غيرل وبات وومن والكلام دا كله اللي بخليني انه ممكن الفيلم داي يكون بداية إبراز عشان بكده خلاص يجنبوا باتمان ونشوف ونعيش عوالمتها لا انا ما ابقى كده صراحة انا عيشوني مع باتمانو بس فهذا اللي خايف منه صراحة بس اوكي؟ ايش تقده اوكي يا سيدي تهيل دي كده كل حاجة خلاص؟ كل حاجة يا عمي كل حاجة خلاص كده انتهي كلام جميل جد يالله يا سيدي ايش تقده يا عمي مهر منعورنا دايما كالعادة يالله شبغ على خير حلقة الجاية مع السلامة اشتركوا في القناة